هادية حالك معاي وأمسادس أنا بقول لك بتاعتي كتعاست نتفلط يعني ولكن صهر الليالي منشستر سيتي بس أنا حارف الحركات دي كوية هنحب حد تخين ولا لأ أنا أحب فيلم على إتموت مثلاً فاهم؟ فتمام يعني فمش هاد مش التاريح أكيد على أي حد في العالم في معلومة كان لازم تقولها لي أول لما قولنا انك تجي معها درس احنا تدرب وإحنا خارجينا على فكرة دا صوت الديسلايك بحد ضحبت عن الديسلايك العلاقات ممكن يكون فيها ضرب وحرق ودم طبعاً مئة في المئة طبعاً ايه؟ كان نفسي اوصل هو اقعد من غير ما تاخدوا بالكو بس ما عرفتش عمل اللي عمل ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلاً وسهلاً بيكم في حلقة ومنقشة ومناظرة جديدة من حلقات ومنقشات ومناظرات دور الستاشر السينمائي ومن غير مقدمات كتير لان حيبقى فيه مقدمات كتير قوي لما الناس تيجي وتقعد ونشوف الدنيا تمشي ازاي بس ارجوكم زي ما رحبتوا بيا كده رحبوا كمان بالناقض والمبرمج محمد طارق مايكة شغال؟ لا يعني لا يعني لا يعني وكوميديا والسينرست وصديقنا جورج عزمي هلو 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 عفو هلو عفو كما تفعلون ماذا؟ معكم الورقة بتاعت الحركات؟ طبعا، هناك شيئا كثيرا أريد أن أشرح لكم لأن أقلوا لي أن هناك أشخاص ليس عرفة ما هي دورة 16 وما سيحدث وكلام مثل هذا، أشخاص عمرها لم تفرجت على كثة عالم قبل ذلك وطارق وجورج أول مرة على الإطلاق معي في دورة 16 سواء لايف أو في الستوديو ففيه برضو شوية قواعد حاكمة كده عاوزين نشرح إحنا النهاردة أولا بنتشرف وبنسعد جدا باستضافة ماد فاست في دورته السادسة لنا النهاردة والثيم بتاعتنا هي الثيم بتاعت العلاقات زي ما إحنا فاهمين فأنا رحنا إحنا مسكين الحوار بتاع العلاقات دوت وقلنا نترجمه لدور 16 بالفورمات اللي إحنا عارفينها فوصلنا بعد عدد من المناقشات لستاشر فيلم الستاشر فيلم دول بيجمعهم القواسم المشتركة الآتية إنهم كلهم أفلام مصري كلهم من سنة 2000 لغاية دلوقتي يعني أفلام في الألفية الجديدة وكلهم أفلام بتتناول شكل من أشكال العلاقات الرومانسية صح؟ أو علاقات يعني لا يوجد العلاقات الأخرى بالأب والأم والأشياء ما هذا؟ أقول لك ولا الصحاب أو صحاب ولا الصحاب ولا الصحاب حاجات شبه الكلام 16 فيلم قدامكم أنتم عارفين الفورمات بتاعتنا والنهاردة يا ريد بعد إذنكم نحي صبح معنا على الفيديو دي جي هو الرجل اللي يتزبطنا على المستوى البصري طول ما إحنا شغالين الموضوع بيمشي على النحو التالي في هذه الأصعى في 16 فيلم اللي هم هم اللي موجودين هنا دول هنعمل القرعة طارق حيصحب مطش جورج حيصحب مطش وأنا أصحب مطش لغاية لما نشوف مين حيلاعب مين في دور الستاشر إذا منهم دول السماد وحيتاسمه هيبقوا في الإجمالي كم مطش ، الله ين Poll��� عليكم جميعاً يلعبوا بقى هذه المانشبات يلعبوا ايجاه نبدأ؟ ندخانك؟ ندخانك؟ أنا يعيش أń talking about ال attorney جورج أ改ذت ت geo طارق أعوذ تrence لكنها ليست عملية انا عاوز هذا ثم فقط أنت تحاول تستنيل الناس التانيين لأنهم يغيعوا الرأيك أو يغيروا رأيهم ويمشوا على الرأيك وبعدين بنخلص دور 16 نوصل لدور الثمانية من دور الثمانية للنصف النهائي من النصف النهائي للنهائي وبعدين نطلع أفضل فيلم مصري عن العلاقات في الألفية الجديدة وده بيبقى حكم مطلق خلاص ما يفعش حد يناقشنا فيه والموضوع اللي طيب ايه بقى موضوع الفوتس اللي موجودة معاكم ديت احنا بناخد منكم بقى شوية مؤشرات لو احنا محتسين لو احنا مش متأكدين دايما كل مطشا حيبقى فيه طرف في الركن الأخضر وطرف في الركن الأحمر فلو احتسنا او لو حبنا نعرف رأيكم في الموضوع ده بتروح انتوا قايلين قادي الأخضر او قادي الأحمر فبنعرف انتم ميالين لأيه أكدر وبعدين بنقرر احنا عاوزين نبسطكم ولا عاوزين نعاديكم ولا عاوزين نفرسكم ولا عاوزين نعمل ايه بالزبط والدنيا بتمشي على هذا الاساس ايه كمان فيش حاجة اخرى ايه مقدمة هل تعرفون انه في مرحلة معاوزين ستبتلوا تتكلموا صحيح؟ ماشي ادراتي لا طعم بس في مقدمة صغيرة كده انه يعني انا ما عندي اي امرة للحكم على الأفلام غير ان انتوا كلمتوني فانا بقول رأي بشكل بشكل اقتراحي يعني مش بحكم بزائقة شخصية يعني مش ب مش بنقيم يعني اذن مقدمة ضرورية نحن نقيم من منظرنا ففي الاخر الاختيار دوت سيطلع بناء على رأينا اللي هو في الاغلب سيكون رأي 2 لـ 1 أو 3 صفر وبما اننا احنا 3 أجمد ناس ممكن نكون نتكلم في الموضوع مين يعني اللي سيجع رأينا بشارك؟ لا يعني شكرا على الاستضافة وهو حبيبي رئيس خلف جورجي جورجي اكيد قال ان انه يعلق على الزملاء بس انا مش قال انه يس لا تقبل ايش زمل لا تقبل ايش زملاء في الموضوع زملاء وقسات زوجت في فلسطا نقرف الاسرين هوا تق kindergartne هوا تق biases هوا تطورا هوا تطورไห citing هوا تطوري هوا تطورا الممباراة الأولى لا أعلم الممباراة الأولى الفيلم الأول شيئ يس ينشح ينشح وليس أليس أو أو أخبر يقابل وش في وش المباراة الأولى المباراة الثانية محمد ممضوح يقابل محمد نعم وطوس ملك وكتابة ملك وكتابة المباراة الثالث طيمور وشفيقة السلم والتعباد المباراة الثالث المباراة الثالث الرجل المباراة الثالث نحن لا يوجد منكم أي تفاعلات خالص فنحن لا يعرفون أن نقرأ أنتم عاوزين مين ونحن لا يعاوزين مين لا يوجد مقنعين هل تطلعوا أو لا لسه لكي تعرفنا سيزبط الدنيا حسناً، يقابل فرق خبرة فرق خبرة يا عيني فلت بقى كده في طرف من دول حيوصل للنهاية اللي هو صهر اللي هي اكس لارش اكس لارش قابل هبتا 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 قد برائبتا هبتا ما يا أبي كنس عليه كنوم أو حاجة سامونا حصول هبتا ديكور أوقات فراغ أو كلا و متحدثي بلبل حيرون. يقابل. احكيها شوشة زيب. فضل. المباراة الاخيرة. فضل. لا لا والله ما ينحصل. اصحاب والعز. اوكي. عن العشق والهوى. كده بيبقى فاضل فقرة اخيرة من جانبنا وفقرة اخيرة من جانبكم برضو لو اعوذين تشاركوا معنا بان كل واحد بيكتم على الورقة دي هو متصور مين هيكسب عاوز مين يكسب حيلعب علشان يكسب مين. واحد بس. متصور ولا عاوز. القرج الغالبة عندك هي اللي بيقرر. يعني عادة اللي بيكسب لو اللي كسب طلع اللي انت كانت مفي الورقة تبقى برينز. بس. بس؟ اوه يعني توقعات بس. توقعات بناء على توقعك ليسير الموضوع هكذا. لسة الافلام مش طلعة. ما هيطلح بتقلقش ام شغالين يا. الكنترول شغالين. خذت بالك وانا بعمل كده اغلب ما فيه سماعة ولا حك. بينما بيفكر يا جماعة هل فيه حد شايف ان كان فيه فيلم المفروض يكون معنا وانا احنا اتغاضينا عنه وانسناه. احلى الاوقات. حب البنات. ليه ما حطناش حب البنات واحدة الاوقات? احلى الاوقات عن سقوبية اكتر. عن الصداقة. شقة مصر جديدة انا اللي وقفت بصراحة شخصية اكتر. لعبة الحب فكرنا فيه بس حسنا البتشابهات. مين? حب البنات. واحد صحيح? اوكي. بيوبشي. عندك دورش. انت بركز مع الناس انت مفروض احنا يا انا باكسر لك وانا ماشي ما بصش. واخد بالك وبحاول التفاعل يعني ممكن اغلل رأي وانا شغير. عجل اساسي. خلاص بك. خلاص بقى. هي استقرت على كده. حاولنا على قد ما نقدر نغطي انواع مختلفة من العلاقات. فلما كان فيه فيلمين شكل العلاقة اللي فيهم بيكون متشابه. فضلنا ان احنا. خلصت الحمد لله. احسيت بيك. وبما انه كده. واخر حاجة خالص. طبعا انتم عارفون ان الجنيه دوت شئ بيرمز لشئ مهم. ما هيش حاجة اعتباطة يعني. ان ايا كانت التعقدات اللي موجودة في العلاقة. فالفلوس هي اللي بتحل كل حاجة في الآخر. المباراة الاولى حسب ما حسبناهم بترتيب القرعة. بشتري راجل يقابل وش في وش. هل وش في وش هو احدث فيلم معنا? او. اظن. لا ايه? لا هو الاحدث فيلم. اصحابه العز 22. هو الاجدد على الاطلاق. بشتري راجل وش في وش. مين يحب يحب يتنين. عندك تفضيل واضح؟ لا. ما عنديش تفضيل واضح. بحب الاثنين. بالنسبة لي بس بشتري راجل فيه حاجة مختلفة عن الستاشر. يعني قلبة العلاقة وكده. انه يعني يمكن القصة دي نفسها موجودة قبل كده مثلا في اللي هو مجد كدويني لما كان عايز جاي من الخليج وعايز يتجوز بسرعة. جاي في السريع. جاي في السريع. لما كان عايز يعمل نوع من جوازة المصلحة السريعة يعني بشكل ما. طبعا مش بمع فروقات تفاصيل. فانا حاسس انه هنا القلبة بتاعت انه الست هنا هي اللي بتقرر وهي اللي بتحرك. دي حاجة. والحاجة التانية انه نموذج الراجل اللي موجود في الفيلم ده. نموذج مختلف عن يعني يعني معظم تقديمات رجالة على قلل في 16 فيلم دول. انا اخدوش فرش. لا انا اخدوش فرش. انا اخدوش انا اخدوش انا اخدوش انا اخدوش انا اخدوش انا اخدوش. انا اخدوش فرش ببارض يعني ما هياله شوية لانه انا بززق شخصي يعني انا بحب الافلام اللي اللي بقى فيه ريحة المسرح كده سيني. اللي هي علبة ومرمين فيها الناس يخلصوا انا كم شخصية مرموينة في علبة وطوعة ترجوهم لحد ما يخلصوا حاجتهم وفتح العلبة تانية. فهوش فوش شددني في الحديد. هواوش فوش مش عارف حنقابل ده كتير ولا لا انا بس هوبي التكلم عن علاقة زوجية. احنا نتكلم عن ما بعد الزواج. وبنتكلم عن علاقة زوجية متعثرة لدرجة وصولها لكلمة النهاية تقريبا. ومعليش بقى احنا نتكلم بحرية شوية يعني مش مش قصدي احرق احداث ولكن ممكن نميل شوية على تفاصيل قريبة من الحرق. ان عجبني جدا في الفيلم ان هو ما اقدم لكش وصفة النجاح في هذا الموضوع. او حتى كتب كلمة نهاية مش فاية للي بيتفرد او مرضية للي بيتفرد. استخدم ادوات درامية كتير جزابة جدا جوة المسرح الصغير اللي زي ما جورج وصفه. عجبني جدا حتة الرشامون افكت. فكرة ان احنا هنحكي نفس الحدود تاب بنفس الكلام. ما فيش واحد هيخالف الثاني في كلمة بس هي فكرة هو لها ازاي. وانتي قلتيها ازاي. وهو كان بيزعق او لما كانش بيزعق. وهذه تفاصيل التعقدات الزوجية بكل تفاصيل. وفي الواقع ده 80% من الخلافات يعني. ماذا بصوبة التأليف ازاي. لو فكرة التدخل العيلة في العلاقة يعني فكرة دخول اصلا الوسطاء كده فهم فكرة العيلة وازاي بتاسكليت الحاجات في نفس الوقت اللي العيلة نفسها يعني ازاي بتنصح وهي نفسها وقع في نفس المشاكل يعني فهم ما حدش احسن من حد بشكل ما بس في نفس الوقت كل واحد عايز ينفيش ريشو. يمكن بشوفه يعني يمكن تفضيلي رايح ناحيته اكتر يعني مسلي واقع اكتر يمكن بس بشوف ان هو فيلم مصمم كده ودي حاجة مش وحشة بس هو مصمم للتلفزيون بشكل كبير لحد ما. يعني ما عرفش ما حسيتش حسيتش ان هو التركيز فيه على هو في الاخر وان لوكيشن معمول ما حسيتش فيه بشغل بصري كتير على قد ما الحدوتة هي اللي مسكه الحاجات بالحوارات اللي هي معمولة حلو جدا كاركترات حلوة كلام زي كده بس ما حسيتش انه فيه اختلاف يعني على الرغم من ان يعني في التصنيف اه طبعا الفيلمين حاجات كتير والكين عندهم كلمة كوميدي يمكن بشتري راجل كلمة كوميدي بتيجي شوية بدري يعني واشفوش يعني لو هتوصرف اصلا ومع ذلك في رأي الشخصي واشفوش فانير واشفوش بيدحك اكتر وفيه شخصات مساندة كتير بشتري الراجل بس هو الكبير فممكن تبقى انت مقدود من الفكرة في الاول الفكرة واحدة تتناقش اه بزبط بس هناك فيه حاجه في ويش في ويش كمان بحب انها بتحس ان الكتابة واخدها فمين ثلاثة كده انه الانجنريشنز باينا مين ابني مين ومشكلته جاية من مين لانك شايف اجيال فشايف الام وابنتها والاب وابنه شايف المشكلة عملت التطور ازاي ومحاولات الابتعاد عن ان انا مش عايزة بغى بابا بس ولكن هذه الأشياء ساطل جدا ولم تقلتش بوضوح وده اصلا بيحسب كمان الفيلم بعدين بحب لما الصناع يزنقوا نفسهم في ذنقة كريتف ان احنا مزنقين في شقة فيضطر بقى ويتبقى صعبة في الإقناع انه باب حديد ويتقفل وحد نطه ويشارف يرجع بتخلي فيه لعبة بس على نقطة انه سينمائي ولا تلفزيوني لو طولت وقفت انا اظن ان في حاجة بتواجهنا دلوقتي سيننا بتواجه الأفلام بشكل ماهي فكرة دي انه السينما دلوقتي عملت تتحرك ناحية الإبهار اكتر مع وجود البلاتفورمز ومسلسلات تبقى سينمائية بشكل ماهي فبقى فيه الأفلام الاجتماعية او الأفلام اللي هي الحدث فيها بسيط او الفكرة فيها مش مش مترقعة يعني او ما فيهاش حاجة واضحة ابتدت تتصنف اكتر ناحية التلفزيون وابتدت تروح الافكار دي تبقى انسب للمسلسلات تبقى نفقد جنرا كاملة من السينما ويحب انه انه جهنة وعمل كده ونزل سينما ما انه كان انجح جدا طبعا انه ينزل دهارة نحصره او ما يحصره او مكان واحد تعالوا نخرج ونتفرق وكل واحد يكلم كما من المؤثرة وعنده مهرب عنده بيت ممكن يروح له فنقعد نتدبر في اللي هو قاله دوت حلقتين ثلاثة ونمت واختيار نفسه والله دائما نجهر بقول الموضوع دوت انا ما عرف انكم اي رأيكم في هذا الادعاء ولكن انا رأيت الصراحة ان المسلسلات ده توسيل التعبير مشوهة وليس رأيت ان في اي حدوتة اتحكت في اي مسلسل لم يكن هناك اتحكي في فيلم اه ممكن اختلف معكسين يعني احس ان المسلسلات فيها مساحة انها تديلك سرد ادبي زي الكتب ان فيه لينز كتير مفتاحة اسهاب اكتر بس يعني لو هتقل كتاب الفيلم مثل الحرفيش اللي هو تعامل كل حاجة في الدنيا بس هو عندما تقرأها هو انسب لا تعقيد ان الدنيا بتفتح حاجات قساما القرى وكاشا بتلاقي انت عندك انت فعلا ما تبقاش فكر مين مين من الدنيا بتتحرك لكن الفيلم برضو بيبقى سينا عايز يبقى لينير شوي يعني خصة بونا لينير جدا بداية وسط ونهاية وعمل عامل كده مش بيفتح يناقش حاجات مطلقة بس حتى الحرفيش بالتحديد كمثال انت قلت وتمع معالجته في افلام كتير كتير بس ممكن هتختازل وتعمل فيلم لكن مش هتضم كل ده فيلم هيبقى فيلم لو حبيت تضم فيه كل الكتاب او كل اللاينز المختلفة اللي بتفرع بتفاصيلها بالتيمز المختلفة الفيلم ممكن يتهلها يعني يفك اقول لك حاجة على المسلسلات التانية يعني ممكن تعقيبا على اللي قاله جورج فكرة كمان ان انت بتقعد مع الشخصيات انت في الفيلم تشوف يعني اطول فيلم في الأفريج ساعتين ساعة نوص ثلاث ساعات بتعيش مع الشخصيات دي كده انا فاكرة مثلا اتفرج على بيتر كول سول فاهم لا خلاص انت بتوصل لمرحلة بعد خمسين حلقة اللهم خمسين ساعة تحسس ان الراجل ده صديقك يعني عادي معك في البيت عارف هتصرف ازاي عارف هكو ايه عارف هشرب ايه انا ما بحب يعني مش تفضيلي المسلسلات بس كمان بشوف ان هي لأ فيها نوع من اعتقد معظم الناس بتفرج على مثلا هما يعني العلاقة بتتبني مع الوقت فاهم ده ما ينفعش يحصل بأي حال من الأحوال في بس الهتريت بتاعه مفجع الهتريت بتاعه مفجع الهتريت الهتريت بتاعه مفجع بجد اللي هو اه من كل السنة اللي بيتمم بين كل النتوركس والبلاتفورن والمحطات اللي احنا عارفنا ممكن يكون بتتعرض لخمسة وستين مسلسل ولا ستين مسلسل في السنة لو طلعت بواحد بتقول انك أسباب بينما الفيلم في اسوأ الاحوال يقولك انا ندمت على الساعة ونصر ضياطة لكن الفيلم انا ضيعت عشر ساعات بس انت مش بس تشوف الخمسة وستين حلقة قبل ما تعرف ان انت مش حب يعني لا والله عادة يشيروا في جيحة الاخر انت دوست ناكس تشوف انا اخذ اللي بيقولك وده موصلتك لاخر حلقة ممكن انا فيها اي حاجة لا بس فيه عاجات بتبقى المسلسل يعني الميديم نفسه على استخدام الوقت ده ممكن تم استخدامه بشكل مناسب للميديم ده يعني مثلا مسلسل زي مسلسل ساكساشن لانه معتمد على مرور الوقت وعدم تطور الشخصيات ان الشخصيات بتقرب جدا للتطور وعكاد تعمل نفس زينا زي البنائدين حقيقين فبتحق لي فكرة الزمن بتاع مسلسل ساكساشن محسوس جدا في الكتاب بسمع لي ان انا برضو تفضيلي الافلام ماذا كده انا بنتوطر برغي انا فكر كويس لما اتفرجت عليه كان عندي تحفظ لحاجة التالبة تنتشر دلوتي في السينما الامريكية بالتحديد والعالمية بشكل كبير من بعد الحركات بميتو انهم بقوا بيقولوا لو انا بعمل عمل ادبي معين او عمل درامي معين وفيه شخصية نسائية منظرها مهم جدا يبقى لازم اللي تكتبها واحدة ستة عملوا ده كتير عملوا في فيلم جيمس بوند الاخراني عملوا في رغم الناس ماريو الدرافتات الاولنية بتاعته كانوا عملينها رجالة وكانت مكتملة برجالة وبعدين جمفة يقولك لا انا بقى شي ينفع اعمل ده خلاص اني مور لان التاريخ اثبت ان انا وجهة نظري كراجل معيبة وبناء عليها علشان اقدم واحدة تقدم منظور الستة بشكل كويس انا محتاج اجيب واحدة كاتبه اجابه اسمها ايه ماري وولر بريدج اللي هي كتب بتاعت فليباج والناس زي دات اكتبوا بقى المنظور بتاع الستات هل ده فتقت شوية فوش فيه انا حسيت ان هو مفتود يعني حسيت ان العلاقة بتاعت الراجل بصحابه بقريبه بقابوه بالكلام دوت فيها تفاصيل قريبة لنا انا بنتفرج اكتر من بتاعت الستة في الاخر ان الستة بيليدتوا على فيسبوك وانه عندها واحدة صاحبتها عندها اتجاه حاجات مهتمة بس عمرها لا تباين اللي هي شخصية بعد اسماء جلال وليس حاسس ان هي مخدومة بالقدر الكافي بعد شخصات رجال انا ممكن احساسات البنت اللي شغال عندهم هي الشخصات النسائية الأزرف والاكتر بس هي اكتر واحدة تنطلق في الكلام ملاحظة وجيهة جدا عكس مثلا يعني انا بمبصة على اشتري الرجل فحاسس انه هنا الكتابة فعلا مفرقة في حتة ويمكن العكس لما حابوا يجعلوا شخصات الرجل جذاب يجعلوا شخصات تعملوا هو دكتور وطيب وكيوت وامور وديجي بس بس انا بحسس على اشتري الرجل عموما فيلم متسامح اكتر يعني يعني مش عارف اذا فاحنا التلاتة وشفوش يالله بنا لا ما تعملوش مستسكين انتوا موطاقين 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 او مختلفين هو مين الاخضر ومين الاحمر انتوا عارفون من بقى الشاي وشفوش اخدر وشفوش اتقدم وبشتري راجل هو اول المستمع عظيم معنا وشفوش بشتري راجل بلعب دور متخب مصر في كسر عالم موطاقين المباراة التالية ان عامة والطووس 2002 مش اقدم فيلم معنا في الواحد اقدم منه وملك وكتابه 2006 و2006 هي اكتر سنة لها تمثيل عندنا انا صح او الغلاط او الغلاط او الغلاط او ملك ادفراخ وعن الاشئ الهرب او الغلاط انا عامة والطووس وملك وكتاب ممكن نصوت على ذلك محيير قليلا انا الاثنين طريق من الواضح ان او مستقر جدا انا ملك وكتاب ثانية واحدة يعني النعمة والطووس الحقيقة هو فيلم كرتوني بشكل ما كرتوني نزع جدا لكن جريء جدا يعني انه يتكلم في الموضوع بالمعلومات اغلبها مكتوب بشكل جيد فهو محاضرة هيلة يعني في وقته من نوعية التوعية بس كل حاجة اخرى يعني عباسية تمثيل معرفشين بينما ملك وكتابة لا ملك وكتابة اصلا فيلم يعني بديع في رأي فهو العلاقة هنا في تفاوض كبير نعمة والطووس هي علاقة زوجية تفطر على جميع الاصعيدة وبنحاول نعالجها وبنحاول نكتب منها عدد من النصائح والمحاضرات محاضرات هي محاضرات مكتوبة في مجلة طبيبك الخاص ملك وكتابة هذا الشخص الذي كان عيش كدبه طول عمره وبعدين يلاقي علاقة زي ما تكون بتقلب حياته بالألوان وبتعرفه أوجه دي حاجة اعتقد انها زمان كانت بتتعمل كتير يعني شخصية محمود حميدة في ملك وكتابة ممكن تكون تشوفتها بشكل واضح زمان في فيلم الكمال الشناوي فيلم لعماد حمدي فيلم اليح يا شهين اللي هو اصلا فايل شخصيات ما عادش عندنا بعد السنة معين بيعتبره بطل أول يمكن محمود حميدة شخصيا من ساعتها الوغاية دلوقتي عمل الله وطفار يعني انت بتكلم عليها بس برده بشكلها افلام يعني يتراغن عليها تجريا هو كمان الفكرة في ملك وكتابة انه انه بعد ما بيحصلوا انه في معظم الافلام تحس انه بعد ما بيحصلوا الحاجات دي ممكن يروح اكستريم هو الراجل هنا بيروح تايه يعني تايه قوي وبرضه بيقابل حد تايه هم اتنين تايهين جدا بيتقابلوا عنده نقطة ما من حياتهم مش شرط يكملوا او ما يكملوش بس هم بيغيروا حياة بعض يعني وبرضه فيلم احسس في انه فيه تسامح يعني ده من انظور ايجابي ولا سلبي؟ لا لا ايجابي انه فيه تسامح مع الاشخاصيات يعني مع الاثنين مع حميدة مع كلهم يعني هل ادات الويس اوفر بتاعة محمود حميدة في الفيلم ما كانتش تدينهم حضرة؟ لا لسبب واحد لانه هو في الاخر يعني احنا كنا بنتكلم لما كنا بنتكلم من برا انه في الاخر الفيلم ده هو فهم؟ يعني هدي قصة هزر رجل فهم؟ هو بيحكيها اولا هو تقريباً ثلاثة اربع مرات مش وقت طويل بس كمان بيحكي بيحكي احساس داخلي بتاع واحد هو اللبان عليه من برا تماماً انه هو شخص جامد يعني ما بيطلعش مشاعر بأي حلم الاحوال فحسيت انها يعني ممكن تبقى اداتف اه ممكن تتشغل برضو في الاخر بس مش محسيتهش خارجية يعني محسيتهش دايماً بتبقى مقحمة او زيادة يبدو أنا بصراحة متحيز لملك وكتاب ملك وكتاب اظن انه فيلم كفيلم ككرافت كفيلم مبني فهو فيلم اتقل او فيلم اقوى بشكل كبير ووضح يعني بعدين فكرة الشخصيات الواضحة او الشخصيات اللي متسامحة انه ان فيه مساحة للشخصيات تتحرك برى القالب او برى البلوت المدروس او برى المتوقع او الارك الفيلم والفويس اور اظن انه كان قرار انه يخلي لك وجهة نظر الحكي من وجهة نظر الشخص ده انه يحبسك انت كمان كمشاهد من هنا عن الصحة والغلط وعن الرتابة وعن اهمية النظام وبكيف تلقى الصدمة الاولى الكبيرة دي تك وفكرة السن هنا برد من تالي كتحساسة ولطيفة انت لعبت بحساسية ولطفه بعدين حتى هو عدى في لحظة روانسية ناحية البنت وبعد ذلك تراجع فالفهم متسامح انه سيب الشخصيات فيه مساحة للشخصيات تتحرك وتتقرر براحتها فعلا ليس ان البلوت يزوق الشخصية وبعدين حصل فيه كده من التحرر لطيفة لما تحرر من القالب ده ان التحرر الشخصية التي نسميها الرئيسية محمود حميدة حصل له على مرحلتين مرحلة التحرر الأخيرة مرحلة التحرر الأخيرة وهو خوف وهو خوف كان تتحرك تاني كان قد خرج من الـ comfort zone ولكن لم يكن كفاية في الآخر خالص لما قرر يمثل تاني او قرر يعمل وهي كما ان شخصتين يحتاجكم ببعض ولكن لم تكن علاقة عطفية الحاجات التي لا تسمي انا بحب الأفلام التي تلخبطني وتخليني حاجات لا تسمي انا بحب الألوان التي لا يوجد اسمها أكثر لكن النعمة والتوص بحب الأفلام التي تفتح لا تفتحت مواضيع بغض النظر انه قرر الفيلم قد يكون انه قرر ما كانش جريء كفاية يعني هو شرط ولكن هو شرط يعني هو يمكن ان تحسس ان الموضوع حساس قوي فقرر ما يدبش تسكينة لآخر او ما يعملوش فيلم مقاعر عن مشاعر عميقة ويفتح الموضوع يفتحه بجد هو بس يخبط عليه وده في حد ذاته أظن انه مهم لانه يوسع قماشة الصناعة يفتح لحد ثاني يمكن ان يرى فيلم مقاعر لكن قصدي هو دخل حتة الوحد وهي جرأة مهمة جدا انه يروح ناك وهي شيء موجودة في حياتنا لكن هو قرر يروح اي نعم خد قرار محافظ شوية او قرار متحسس انه تجاري او 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 انه بس خبط بأدب ويمكن ان هذا اللي اداله الاحساس لانه كنت حاسس ان فيه الاحساس التوعوي بس كنت حاسسوا قرار كنت حاسسوا اضطرار او حاجة او عفا يعني خلاص ماش عن خج بس هو مثال كمان عن الافلام اللي اتكتبت في وقت وتعملت في وقت يعني هو الفيلم كمان اتكتب من وفض الممنوع لفترة طويلة طريبا كتبوا صلاح بوسيف واخرجوا بعد كده محمد ابوسيف فانا بحس انه حتة وبرغم انه الموضوع نفسه ممكن كان يبقى كان لسه ريليفنت في الولاقت ده ولسه ريليفنت لحد النهاردة بس ممكن الطريقة نفسها اللي الناس بتتكلم بيها الابطال بتعمل بيها الاحداث نفسها كانت اختلفت مابتده هو يبقى في السينما يعني فحاسس برضه ان ده ممكن تبقى نقطة كده يعني بس مش عارب انا كده وكده مختار مالك وكتاب مالك وكتاب هل فيه حد حابب يدفع عن النعمة والتووص؟ منوارلنا والله يعني حيطلع محدش حيارف نعمات ويوق انا انا بحب والله في النعمة والتووص الشخصية بمصطفى شعبان وعموما دي الفترة الجيدة بمصطفى شعبان سينمايا وكان عمل فيها بعض المشاريع زي خلي الدماغ الصحي والحجم فيها جانب تمردي شويتين وكان ذاكي قوي وانا عجبني بشكل كبير وكنت لسا بحكي مع جورج من وحنا عديمة فيه خبطتين كوميديا يحترموا بصراحة لان زي ما طريق قال هذا فيلم مكتوب في عصره ويتنفذ في عصر تاني وانك عندما تأتي تنفذه تنفذه بمفردات العصر الجديد فهذا شيء يحترم جدا كان فيه سيكونس لو تفتكره عندما قالته لازم تخرجه وترقصه مع بعض وهو رايح كان المكان الذي موتره جدا ماديا وهو داخل ماشي جنب الويتر عمالي يقول له فيه من شهرش وعمالي عيد السؤال حاسسني دي سنابتشوت ثقافية شعبية مهمة لان دي حاجة كانت موجودة قبل العصر بتاع الفيلم ولا بقت موجودة بعد العصر بتاع الفيلم والحاجة التانية اللي كانت بتقوله انت معك فلوس لا انا قابض الحوافز صعب علي وحبيته في الحيطتين بس اهو فيلمه منظم اكتر من اللازم وزي ما انت بتقول الجرأة او حاولت نخش جواه فعلا وتعمله او مجرد ان اه يا جماعة انا روحت واتكلمت في موضيات جنسية ووريت حاجات غيري مستعد يوريها بس كما انت بتقول كده جيبت جون فقررت دفع عليه كله موافق اوه الاخضر مالك الكتابة اوه طلعنا اوه طلعنا للوقت الزوجية حلو عملنا نوع من النواع التنوية الكويس المباراة الثالثة طايمور وشفيقة اللي انا حاسس ان الطرق بيحبه قوي والسلم والتعباد اللي حاسس ان طرق بيحبه قوي اوه 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 إنها فكرة لها روااج مجتمعي أصلاً دعونا نحن تتحدث إننا 30 راحت ولكن هذه فكرة ثقافية فقصد سأفتحها أيضاً ومتحدث على شكلها لطيفة في الأول لا يوجد ضعفة والفكرة ليست تدعم هذا فكرة بل انتصر قليلاً للولد وتغيير الجنرى في النص فيه فجأة حدثت تغيير الجنرى وفيه حدثت تخطفت ونسبت تجعلك تأتي يعني فيه حدثت حيات كثيرة قوي في التلسع وانتهت النهاية في سنة يعني يعني يفهم خمار ممكن نخلص من الفرح يعني اللي هو الاستاذة فاطو مستجراش يعملها سنة اربعين مثلاً مش سلم والتعبان السلم والتعبان فيلم لذيذ يعني خلينا نتفق بقى طب الحمد لله يعني أنا ممكن اختلف مع الشخصيات اللي فيها بس في الاخر هو فيلم لذيذ ومسلي يعني لما كنا منتكلم جورج كان قال حاجة احب اعلق عليها انه هو فكرة انه دخل في عالم جديد وطرق العريان حاسن هو مخرج من النوعية اللي بتعرفت تختار تبني عالم كامل يعني فهم يعني قصدي انه هنا الفيلم ده كان محمد حفزي ومخرجه طرق العريان والاتنين يعني من قلب العالم ده فحسيت انه عالم الاعلانات ده طلع بشكل ما يعني لكن برضو لكن برضو يعني المشهد بتعرف على العميل ده لو انا فاكر صح منقول تقريبا من فيلم سويت نوفمبر بتاع كانو ريفز كان كانو ريفز عمله في الحملة بتعطي الهوت دوغ وانت قريب مين ومش قريب مين تحصل مثلا اظن انه مش عالم الاعلانات على قد ما ادى صوت لطبقة معاناة وكانت موثلة في سينما قبل كده ان شاء الله معاناة مسلت يا طبقة معاناة الطبقة يعني معاناة الشريحة نعملي ناس اغنية وشكلها حلم وركبيل عربية وبيوتهم مفتوحة واب موارة كلها يعني حاجات بس قصدي انه ادى كان فيه صوت كان فيه فليفر كده الناس حست انه فيه شريحة معاناة اتعبر عنها سواء بقى انت مع الشريحة دي او مش مع الشريحة دي او تعبر عنها ازاي بس بقالها صوت كده بقى فيه حاجات واضحة يعني اظن ده وفيه كان فيه بردو حاجة في الفيلم ده عملت فاكر وقتها يعني انه كان فيه سياعة كده اه طبعا صحيحة يعني فعام واسد دي اثنين شغلين في الاعلانات فاهم فاولة الفيلم يعني فيه جو بردو بس ولاي اشتر الفيلم دوت انه هو منحاش الجوانب الاقتصادية من الحياة تماما يعني شخصية احمد حيل مكشو ستسايا كان بتعاني اقتصاديا وعنده مشاكل لو برضو ايه بردو ايه مجرم بس يعني ما عملش بيه حاجة في الاخر بس يعني فيه قرد فجأة حصل يمكن بس الحاجة الوحيدة ببدايين في السلم والتعبان هي انه ما حستش انه البطلة يعني ما كانتش يعني ما حستش ان عندها قرار اوي يعني فاهم ما حستش عندها اختيار اوي ايوة هي فيه في لحظة بتعمله كونفرنتيشن بس يعني ما حستش انه في نوع يمكن في النوع ده من الافلامة يعني فهم وان شاء الله بس لا بس 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 هارونا هي تسلم والتعبان لانه لا يعني لان نقدر شوفه تاني يعني فهم يعني ده حاجة مهمة برضه طيب هون من الواضح ان التصويت رايح نحية السلم والتعبان فيه حد عاوز يعمل كيسة لتايموره شخصية هو سؤال عام، هل سنضع في المعادلة ساونتراك الفرق أو الأغير التي ترعت من الفيلم وقالت شيء عن خصة الفيلم؟ ما هي عنصر تفضيل في الموضوع الأساسي، ولكن طبعاً لو هناك عنصر معين لفت نظرنا أريد أن نتكلم فيه وأعتقد أن على مستوى الموسيقى الساونتراك أيضاً سلم والتعبان يتميز بشكل كبير قوي عن طايمور وشفيقة بقى أنا جايبك لكي تحرم لطايمور وشفيقة ترحوا أن تستخدم أريد أن أريد أن أقوم بشكل كبير قوي عن طايمور وشفيقة؟ أعرف أن إذا كنت أصدقائك فأنت أجمد بكثير هذا السبب جماهرية أنا أشعر أننا طايمور وشفيقة حملنا قوي فكرة أن النهاية ليس عجبانا لأسباب أخلاقية أو لأسباب أننا لم نوافقين على الشخصيات المعارضة أسباب الشخصيات ولكن لو أتكلم عن حدوتها نفسها فيلم طايمور وشفيقة فيلم مسلي فيلم لذيذ أحمد الساقة كان عامل فيه أداء كوميدي لحد تقريباً مص الأول حلو جداً كيميا رومانسية بينه وبين مونة زكي لذيذة يمكنني بالنسبة لي أن أتفوق في هذه الحتة على هني سلامة وحلقة شيحة لأن هم كانوا يعني لا أستطيع أن أتفرر على هذا الفيلم بهدف أن نبسط برومانسية عكس طايمور وشفيقة فلو هم هم الاثنين نفسوا فيها طايمور وشفيقة تفوق فرأيي بس أرد؟ أرد؟ يعني أول شيء نتكلم عن هذه الأفلام من منظور العلاقات فهذا أول شيء لذلك نتعلق على العلاقات يعني يوجوال يميش حالي الثاني حاجة هو ده طبعاً هذا تفضيل شخصي بس هي يعني تقدر تقول عليها أن هي ملوى عناقها كده النهاية نفسها تحس أن واحد راح مسكها وعملها كده يعني فهم لأن هي ست مغلطتش في أي شيء يعني فهم هو النهاية فعلاً مستفزة جداً يمكن تعجب الجمهورة بس سأقول حاجة تانية ورد بس سمعتش الكلام؟ بس سمعتش الكلام؟ بس سمعتش الكلام؟ أيو ماشي مفهوم بس يعني ولو حطنا الفيلمين قدام بعض فمش حاسس أن تايمور وشافية بيقدم حاجة مختلف عن الأفلام اللي كانت بتتعامل يعني في أفلام أغلبها التجاري برضو ودي نقطة ممكن نتكلم فيها أن أفلام التجاري أصلاً كان مستوها كان بيطلع في السنة عشرين ثلاثين فيلم كويسين معمولين كويس مكتوبين كويس متمثلين كويس فيمكن هي دي نقطة التفضيل بس مش قصد أنه هو فيلم سلم والتعبان على مستوى العلاقات بيقدم مختلف غير أنه بيحطنا في بيئة جديدة لأنه في الأخير هو الولد اللي بينتقل من كره الارتباط لتقبل الارتباط لا هو بالعكس هو ما أنا بقول لك الشخصية النسائية في السلم والتعبان الشخصية يمكن يعني يمور بسف عن اللي يمور وشافية بس الفيلم كله على بعضه فاهم بيحكي قصة إلى حد ما الراجل يعني فاهم يعني مش بيحكي قصة الكبر يعني أنا بحسش أن السلم والتعبان بيحكي قصة حلال شيحة فالس يعني على الرغم من اللي قلناها بس تحس أن وجود مونة ذاكي في طيمون وشافية أعلى من وجود هلالح شيحة في حصة أبا وعندها دوافع ويتحس أن عندها كومبلكس ما وبنكلم من منطق العلاقات أن عندها كومبلكس ما قوي لسيكل يعني هي برضه بتاخد مثال البنوتة أو بتاع يعني بتقوم سنة بس بتقوم باستحيق يعني كان وجودها قوي وتستخدم تمرضها في بعض الأحيان ومسنودها بتفجير نسائي أمه أم الزابط مسنود سنداها وبتقولها ماذا تجربتي ومضروبة بأمها هي أصلاً عندما كان محميسني في حول فيلم أنه واضح أن نصنع طبانجة لكنها مضربتش أوكي هذا غير تصويتك في أي شيء؟ نعم أنا مصودتش لسه أصلاً بس وسيلة متعبان برضه سنة كان فيه مراحل فيه أن التجربة فعلاً ليه الناس وفقت أو ليه الناس رجعت أو ليه هلاشيحة وفقت أو ليه البطل رجع أو قفلت الخط بتاع أحمد حلمي أو الخطوط دي كلها فوتومنتاج يعني كان هناك فوتومنتاج ونحس بالشيء بس ما أفلش وعلى اللفل وعلى اللفل كما هو وضح الأداب بعت الأغاني والساونتراف هل هناك أغنية جاءت على مونتاج عوضتك على ثلث ساعة مثلاً وعلى اللفل بصراحة طيبول وشفية على اللفل الامتاع أو الخفة أو التعلق بالشخصيات فعلاً في الأول مشبوك بأنه وعلى اللفل الزكورة بسبيانية وهذا كان شيء ذكي جداً وعلى اللفل وإيه الأحمر وإيه الأحمر أسعام نصة والله أريد أن نغشب للناس من الأحمر؟ سلم وتعبان أحمر 50% أو 50%؟ يا سلام فكني لا سنأخذ بالله ما؟ لا أنا تيم السلم وتعبان بصراحة سلم وتعبان سلم وتعبان والجمهور كم صوت ما هذا الديمقراطية؟ لكن الناس الذين كانوا تضعوا بحماس لفريقين وهذا شيء لطيف ما يضعوا بحماس لتايمور وشفية هؤلاء المفروض يعني يبقى فيه شوية علامات استفهاموا عليهم لا بس وكان فعلا فيه درجة إمتاع لطيفة حلو الكلام، آخر مباراة في الجنب ده صهر الليالي وفرق خبرة فرق خبرة تطلع فيلم صريف أولا أنا ما كنتش تفرجت عليه أثناء عملية التحضير هنا شوية قبل ما قبل الحلقة على طول يعني حاسس أنه هو الفيلم المعاصر أو الفيلم الأكثر تعبيراً عن معاناة الشريحة الأكبر من الشباب ونتحدث عن فئة عمرية أو مساحة عمرية كبيرة بالنسبة للشباب يعني أنت لو من أول سنة والغاية الناس اللي بتشتغل ممكن تلاقي نفسها في شخصية البطل روتين حياته شبه روتين حياتنا كلها يلعب فيفا فهذا شيء فرق خبرة مجروحة لأنه شريف نجيب شريف نجيب ده يعني لا 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 أنا بقيته بس كده لو شريف فرق خبرة تشديني فيه فعلاً تاني ورده على الطرح أن فيه حاجة ضياءة كده بتاعت أن المجتمع كله بيتغير سماعه وفيه حاجات بتتغير على الجيل وتخرج شوية من التروبس بتاعت الأفلام اللي احنا عارفينها بتاعت هو البطل ايه مشكلته أصله شاكك في نفسه أصله مش عارف ايه هل هيقدر يجيب الأميرة هو قرر ياخد زاوية تانية خالص اللي هو رح شابك الأسرة مع الاجتماعيات وطبقات الاجتماعية مع الامفتاح مع المحافظة كان فيه حاجة جداً ان تشوف الصوت ده او تشوف الرئة دي في التناول انه الحدوتة دي رايحة فين مع شوية انفتاح وجرأة بسيطة في المعقولة يعني في الحاجات ففيه حاجة فيلم ده شدتني جداً وبعدين هو حاجة جداً لانه ده 2021 ده 2003 وده الشعوري برده كان ناحية صغير لقالي شوية انه بيفتح حاجات بتاعت المنطقة دي بتاعت الفترة دي فده انا بقولك بتاعدي كتعاس نتفلط يعني فتلط انا بقولك جردل بجردلك ادلو بدلو هو فرق خبرة فيلم مختلف برضو من قلب يعني وهو فيه حوالي ثلاثة افلام مختلفة من ال 16 تحسن هم عملوا حاجة مختلفة متفق جداً مع جورج في حتة الانفتاح نفسه الحكي نفسه عن شخصيات مختلفة وبشكل ما فوش حكم ضخم على حد وشخصيات لحد ما وقعية ما فيش بيك دراماز فيه لحظات بسيطة فيه يعني فاهم فيه برضو نموذج مختلف لراجل في العلاقة يعني فاهم يمكن انا هميل لو كفيلم برغم ان انا بحب فرق خبرة هميل اكتر لصهر العيلي يعني بالنسبة لي مكتمل صهر العيلي ذلك كتلوق علاقات يعني ما هي درجة العدالة في ان احنا نقول انك من دا وتقدم طيف اكبر من العلاقات واشكال اكتر من العلاقات انا عارف ان هذا السبب الرئيسي اللي انت تتكلم عليه بس زي ما يكون بالظبط نزلين ماتش واحد نزل بلاعب وده نزل بخمسة بس هي ممكن تبقى ميزة وعيب يعني ممكن تشطط العلاقات ده ده صعب جدا في التناول اصلا وانت ماشي في الفيلم بخمسة تقطعهم ازاي وترجع لده ازاي وترجع لده ازاي بخمسة مع بعض في مكان والباقي البنات في حتات تانية بس صهر لالي ممسوك يعني رغم عن ذلك ممسوك جدا في الكتاب في عالم التقديمات بتاعت الحاجات لو خدت بالك من كل من كل شخصية بتاخد برضو مثلا بتاع جيهان فوضل مثلا بتاع فكرة الحلم والصحراء ومعرفش ايه مثلا فهم ده ممكن يبقى مرتبط بشخصيتها هي كشخص بيعيش بتعيش رتبة مع جزها وفي نفس الوقت عندها شيء دريني يعني هي مش عايزة تخونه بس هي عايزة تعيش في عالم حالم اكتر فهم في تنوع كتير في الشخصيات جدا انا بحب في صهر الليالي لان فيهم شوية حاجات يعني انت من قبلها بسنتين وفي الورقة اللي فوقيها على طول كان احمد حلمي طلع بدور العطاط الضايع انت ما عرفش مينه بعد كده هو الزوج المقهور اللي موجود في علاقة بتضغط عليه طول الوقت مونة زاكي طلع الزوجات المحجبة الملتزمة التي تتعرض للخيانة خالد ابو الناجا هو الزوج التقليدي الخامل يعني مش سهلة لا هو ما فوج السهلة خالص بس انا في رأي انه هو اعتقد انه هو يعني خليفة حتى لما حاول يعمل سكر مر بعد كده اللي هي تقريبا محاولة اعادة انتاجه ما انتاجه ما طلعش نفس النتيجة دي خالص وطبعا ده فيلم يعني فهم كمان تأثيره على الافراح المصرية واغنية بتخلي الموضوع ان ده يعني ده ممكن نشغل الاغنية في الآخر ما صار اللي قال في فترته في الفين وثلاثة لما نزل كان فيه فراشنس قوي يعني عارف ان يصل بين الفراشنس وين نجحته يعني عمل حاجة كده مستفضيلي هنا بيروح كمان اكتر لان بحيث ويمكن هي مقارنة مش فير يعني شريف هنا مخرج يعني كاتب اول مرة يخرج ويمكن مش الملعب الاساسي بتاعه بيجرب انه يعمل حاجته جنست هاني خليفة هاني خليفة برده كان وقتها برده بس هاني خليفة كمخرج يعني اقوى فيجولي تماما من فرق خبرة في ايه اكتساح مش كده بس يعني يعني في حد لو حد حيطلع بترشحات الفيلم ممكن يكون ما انتشرش بالقدر الكافي وماتشافش كتير بجد تفرجوا على فرق خبرة يعني حتى وهو بيحاول يجري بسرعة للتعالون جرد العلم اللي احنا موجودين جواده بالقواعد اللي احنا عارفينها ليه بنت تبقى عيشها لوحدها ليه بأسهل عليها تستضيف ولد في بيته وحاول ينط حواجز عشان يلاقي تبرد بس على القلع تنب ده وبعد كده اهتم باللي هو جاي يقوله اصلا فان شكل العلاقات بعد كده ممكن تأثر على الشخصيتين ازاي وفعلا عمل عدالة معينة ما بين النقطتين وبعدين انا متحيص شوية فرق الخبرة في حتة التعامل مع المنظور لان بطلنا موجود في كل حاجة يعني في افلام كتير احنا عدنا من شوية على السل المتعبان وقالنا انه متحيص جدا لمنظور بطل ومع ذلك الفيلم مش بالكامل من منظور بطل في حداس كتير هو مش موجود جواها لكن فرق خبرة ملتزم بي بحس انها فيها درجة التزام اخراجي كويس بانه ما بيسهلش الدنيا على نفسه انا عاوز اقدم حاجة لها هي بس هو لازم التزم بمنظوره فبناعا عليه حصعب الدنيا على نفسه حعمل شغل صعب فحقيقي فرق خبرة في المستحق الاحترام ولكن صهر الليالي منشستر سيتي منقدرش ننتقل للجانب الاخر اكس لارج وهبتا هبتا كتالوج علاقات برضه ينفع نقول كده واكس لارج فيلم فريد جدا في طريقة التعامل بتاعته مع العلاقات لان انا بنتعامل مع شخصية عندها مشكلة فيزيائية مشكلة في الفيسيولوجي بتاعه مش مش مشاعر بقى واتضارب وحاجات بالتطبيع كان عنده مشكلة بدنية وكان عنده مشكلة عطفية كمان بقى مشكلة اللي هي ممكن تكون اقرب للإدمان او الاموشنال ايتنج او كان عنده مشكلة ما دخلتنا في جوهر شخصية وكان فيه برضه عمه اللي بييجي فيه حاجة انه ربط حاجة بحاجة لطيء يعني واكس لارج بصراحة يعني انا متحاس للكوميديا الفيلم كان فعلا ناجح كوميديا جدا او لا ايه ضقعني في الغلق في ما شادي واتنين ايه يعني ايه انا شايف حتة اليموشنال إيتنج دين هو ده واحد فاهم وصل لمرحلة ان هو يعني كل حاجة هو هو الخروج من الكمفورت زون جدا بتاعه وان هو حبه للأكل قدام كل الحب اللي في العالم فيعني اعترافه بمشاعر ولا الهروب منها يعني برضو فيها في حاجة نجح فيها اكس لارج سنة انه رغم ان ضحك الليفل بتاعه سواء فارس او سواء في لفزي او 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 عالي جدا فانت بتضحك بس بيعرف ينزل لحظات موزونة كده فيلم انك ت يعني ما برضو حراب يعني فاهم قصد بتتأثر كده فاللفة دي لطيفة جدا هبتة او دي ادر هاند انا انا مقدرش اقول لها هبتة نزل 2016 انا ما كانش بيكلمني يعني انا كنت خلاص بجال بقى كتير يعني فاهم له فالعاطفة المراهقة دي او حاجة انا يمكن ما كانش يعني شوفته متأخر جدا ما شفتوش في زمنه فمش قادر احكمه بال زي ما شفت اكسلارج في وقته لما نزل وكان بيكلمني جدا برضي انا في هبتة يمكن انا كتير بتسئل على فكرة الافلام اللي ممكن اكون غيرت رأيي فيها مع مرور الزمن وكنت دايما بان في ما دي يكون حصل او ببقى متعاطف مع نفسي في الوقت ده كان عندي اسبابي اللي خلتني اوصل لحكم معينة وانا مغيرتش رأيي في هبتة بس في نقطة معينة انا كنت زمان بشير ليها على انها ميزة قوي دلوقتي بتريت اعيد محاكمتها مرة اخرى ان هبتة فيلمه منظم قوي منظم جدا حتى وانا في المراجعة لما كلمت عنه قلت هو ميتريكس مصفوفة ايو انت قلت مصفوفة ايو خانة 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 تعال انا عدي على اليوم 13456789 فحسنت ان حتة التنظيم دا ما هيش بتاعة السينما قوي ممكن تكون بتاعة كتابة من منظور برضو كتاب تجاري نجح جدا تجاري نجح جدا يعني الناس كلها تختار هبتة دلوقتي حالا بس هو هبتة فيه حاجة طيب هبتة فيه اختيار ذاكي برضو انه وسع القماشة بتاعتني احنا نعرض قصص متتالية زي الحاجات اللي نفسه زي والتيلز او مش زيه بس قصدي قصص مختلفة فده بيديك انك بتطلع فوق الحدوتة وتبقى ماسك تشرح كونسبت وبعدين برضو راح بالمحاضرات الفي النص فتبقى يتشرح كونسبت نفسه فاهم قصدي فكان شوية بس نجاح الجمهيري بيقول لك حاجة عن فهم او اختيارات الصناع للجموع انه هو برضو الشرح ده الناس استلزته ما بدايق من افاردش منه رغم انه شرحة بتاع الوقت واختيار بقى هنا الصناعة التكنيك شوية ان عندك حد قاعد بيتكلم في نص فيلم بس هو عرف بماجد يعديها منك يعني فهم قصدي انه ماجد خدق معلقة عوّع كان واعي ان الحتة دي فيها شرح وفيها سبون فيدنج وفيها بالمعلقة وفيها فراح لعبها سكرو يعني لعبها بلفة كده وفي الاخر علشان الوجبة كلها فيها شوية ميلو دراما فيها انتحارات وسرطانات وحاجات عاملة كده وبتاع وراح لافف التويست الفي الاخر فهي الفورميلة يعني تجاريا ملعوبة يعني وبصريا فيها حاجة ممتعة والشخصيات مرسومة بشكل احتبصريا تقريبا بيسوا نفس اللبس فهي فيها حاجة ايكونيك كده وسهلة التناول جدا عاملة زي عاملة زي كومفرت فود حاجة مريحة جدا يعني تفاهم ما هو داود بيلبس بتاع الحمرة وبتاع التاني بيلبس نظرة الشمس وكذا 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 انتو خوفتونا اتكلم في التويست فقلت اقعد اقعد فاكتا حسن بس بس انا مقدر جدا التويست اللي موجودة في بتاع يعني لغاية اخذ لحظة واحنا بنعيد مشاهدة الفيلم مهراش نهاش ايه مهراش نهاش يعني انا انا بفرج على الفيلم اقول مرة ما كنت شهرش انا ممكن افرج على الاخر كنت حاسس ان كل القصص دي هتلم في قصة واحنا بس هو هقولك على حاجة يعني هو اولا لو بصينا للاربع علاقات فالحاجات متفاوتة يعني مثلا في رأي عمر يوسف وياسمين رئيس العلاقة دي لحد ما يعني فاهم اه انا كنت متخيلة انا شخصي مش عائلة انا في الميزة بخيلتناها لوس خصونا لما الويتر كان واقف مع الوحده معكين الويتر ميشي معكينة جات قلت مسا انا حارف الحركات دي كويس كنت حد اعاد معاك بس طلع اعاد معاك والعلاقة دوا متاعت الطفل والطفلة مش يعني مش كوي قوي لكن مثلا في رأيي مثلا العلاقة بتاعت داود ودينا كانت مالك وجميلة كويس اه بالزبط بس في رأيي حتة المحاضرة يعني فاهمت حس ان هي يعني فيها زيادة فيها جذب انتباه زيادة اللي هو وبيطلع واحد كمان يسأله في النص يعني في فراج بيجي قايم في النص كده بيجي قايم في النص كده اه يعني اصد انت ممكن تبقى بتفكر فعلا في ان الحدوثة دي مش وقعية فاهم هو بيجي اقوم فراج في نص الفيلم ينطق باسم المشاهد فاهمت بابا بيقولك تفكر ازاي وتروح فين وكده بيمكن قلت في قصة انا حبيتها كانت العالم الصغير اللي تبنى في المستشفى يعني العيلة الجانبية دي انك تلاقي ناس في كده وتبقى لحظة عائلية وحس ان هي الاقرب للمجتمع بتاعنا ان البنت ليها ابو والاب عنده مشكلة والمعرفش مين والولد نفسه جاره العجوز ومش عارف كده وتقديمه وتأخير المعلومات في القصة دي كان نطيف جدا انه هو الوحد وليه اصلي كان فيها كده ودور ممرضة ناعم جدا ورئيق يعني كأنها ابو عمل مسلحية كده ابو وامه بتاع تاني يعني هي كانت اوضى فانا منبسط لما بيقفل افلوكيشن وعاك بس هو اوفر ولي يعني هلست المحاضرة مزعجة طب هو اكس لارش في الاخر بس مزعجة عشان هو بيقول محاضرة عشان انت يعني الراجل بيتكلم ماشي فنفترض انه في مراحل او مفيش مراحل بس هي هي فكرة تجاريا طبعا ممكن تبقى بتبيع اكتر او يعني فيلمه ممكن يكون بيمنح مشاهد اعرف عامل سيه زي او المعرش الكام هابت الكام سيكرت الكام معرش مين فيلم فيطلعك منه يحسسك ان هو فيلسوب بس هو ما بيقولش حاجة يعني بيقول كلام اللي ممكن الناس كلها لو قلت كل واحد سمي سبع مراحل في علاقتك بزحبتك او بمراتك او بواتيفر هيطلعلك ممكن تمانية ممكن يطلعوا عشرة فكرة سبعة والرقم مقدس يعني فاهم برضو الانفاسيس ده يحسك انك دخل على حقا خطيرة هو في الاخر فيلم يعني الاربع حواديد مفهومش حاجة مختلف قوي مش عارف يعني حسيت انه لو شلت المحاضرة او لو على الاقل اقللت فكرة عارف فكرة تديق المشاعر دي مزعجة لانه احنا بنحس بمشاعر كتير قوي فاهم ما بيننا وبين بعضينا وفعلا لما بتحصرهم في سبع كلمات او في اي عدد معين من الكلمات ده بيقلل كمان من فكرة انه الناس تفكر انه كل علاقة هيبقى عندها الاربع انا دايما انها بقى متحيز للأفلام اللي بتوسع القماشة اللي بناقشها وبتفهمنا اكتر عن الحتة الظلمة والحتة اللخبطة والأفلام اللي بتلخبطها يعطفين واللي بناقش حاسس وانا بتفرج انه اطلع من رقم كامل ورايح رقم كامل انه الجي دايز انتصروا على سيث واحنا تماما يعني لا طيب حد متضايق من نهاية اكس لارج ولا كله تماما عنها نهاية مش حلوة نهاية اكس لارج انه خس في الاخر وتغلب على الموضوع هل ضافعة وكاتسليمة هل ضافعة وكاتسليمة هل ضافعة وكاتسليمة كنت تحبه انه ما يتغيرش انا كمان يعني مش ما يتغيرش او يتغير بضافع سليم عشان نفسه بس يعني اوكي شكرا. ده زي برضو ما عمله مع تايمور وشفيقة كده في الاخر انا قلت لازم اشتغله بتاع. اللي هو انا قلت بس ما قلتش قوي. عارفة? ما انا بحبش كده. حتى لو حتطلع في الاخر بحاجة جدلية شوية. او ممكن تدايق المشاهد شوية. لا دايقوا قوي بقى. خليك اداها. حتى عالي قوي لخصصان يعني فاهم يعني. اقوى حملية تخصيص نفسها. ممكن يعني اصدي الاوبيزيتي مثلا او فكرة ان هي ماشي تمام هي اولا حاجة من نفسه. طبعا ممكن يا جزء انه في الوقت ده برضو في شوية شامنج بيحصل معرفش ايه كلام زي كده. هي بس مش هو بس اللي قال انه مش يعني قال انه عايز جعين او كده. حتى صحابه اللي هم قالوا هنتغير وبتاع مش عارف ايه تخنقوا كلهم. اللي هو اللي كان مع خطبته ده. رجع تاني يتكلم خالتي ومش عارف ايه. والتاني ده اللي كان بيكون مراته يعني برضو. هو مش مش بس كان احمد حلمي القصة بتاعته رجعت زي ما هي. واجاب ان عادي الناس كلها ممكن ترجع في كلامها وممكن تقرر حاجة تانية. حتى لو هي قالت ان لا نشاط غير. دي مشكلتي يعني في رأيي دي مشكلة اكتر انك يعني يعني يضنت قونت زي ما كنت بقول من شوية. لو هتروح لحتة ممكن تكون جدا لي شوية قونت بقى. بس برضو ما هي. هل ما عقول احنا عوزين نقول للناس اللي ممكن تتخطى مشكلة زي دي. انا بقول انك يعني رجعت خطوة الوراء لما قلت انه هو ده الحل. انا في الاخر لازم اتخطى الازمة الشيمنج اللي عندي. ايا كانت اسبابها عاملة ازاي وارجع عشبها بقية الناس. عشان عيش حياة زي بقية الناس. ماشي. بس عملتها قونت بقى. ما فيش جوين باك فروم بس. انا بالنسبة لي فكرة انه هو. الفكرة انا جعان اللي في الاخر دي ده بالنسبة لي اكشي جزء منطقي من النهاية لانه هو. هو مش معنا انه هو. هو في الاخر خد قرار خصصان عشان نفسه دي حاجة جابية جدا. واعرف انه هو يخس. بس هو مش هيبطل يجوع. هو من يوم ما تولد وهو جعان وبيعد يأكل. فكرة في انه هو. نعم بس هو عدم نقطة معينة ساعة لما كان بيمران وخالد سرحان وقال انا طلع زي ما كون لحظة الانتصار وبتاعه وقال انا مش جعان. دي اللي هزله يا الصراحة. يعني دي اللي دي اللي. ما اتفهم انا مشكلتي مش انك تعمل ده او تعمل عكسه. اعمل حاجة بس قونت. اي بس انا باتكلم بعلقة نقطة بتاعت ان في الاخر كل واحد رجع بيعمله هو منطقي ان كل واحد خلاص. في الحتة اللي هو بيعملها بفكرة انت تعرف تتعامل مع ده. بالفكرة مين هي ادوار يفضل يكمل يتعامل مع ده. اظن قولي لو انا فهمتك سوح بس عارف لما حد يبطل سجارة هو ليس بحب سجارة بس هو بطلها بقرار واعي بلسه عنده الدافع انه عايز شب سجارة بس مش هشربها. هو انا بس مش عارف هو احنا مفروض نقيم على الفيلم ولا على العلاقات اللي في الفيلم. طريق التعامل الفيلم مع العلاقات اللي هو بيقدر. اوكي لان طريقة تعامل العلاقات في اكس لوج هي كانت سطحية جدا يعني دونيا سامير غنم عشان هي شخص احنا بنحبه ونتقبل منه حاجات كتير جدا مساء لو. في واقع الامر هي شخصية بشعة يعني هي شخصية مستغلة جدا. حتى لو هي كانت عندها مشاعر لي فها قررت انها تقفل ده علشان هو تخين وهي عندها تروما من حاجة زي كده. ومع ذلك هي في الاخر هي يعني انبهرت بي عشان خاس. فدي دي علاقة مش سوية دي علاقة مش تمام. ولكن احنا لو هنتكلم في هيبتا فهي. هي بجد صدقني هي بس وجود دونيا سامير غنم في احنا انا كنت احجاد لك واقول لك ان احنا محتاجين نحترم الوقت اللي اتعمل في الفيلم دوت وانه كان بيشتغل بالمقيس بتاعت ساعتها وبعد كده رحت مفتكر بسرعة ان فكرة الفات صوت اللي هما كانوا بيشتغلوا بيها اديات اول حد عمالها في السنة ما كان شاله وقال بتاعة جاك بلاك والفيلم ده انتصر لانها لأ يا فضلت زي ماي هي متغيرتش محصوصة شان خطره فاق. ايو. يعني. معالجة العلاقة اللي هو. احنا. هنحب حد تخين ولا لا. هو ده الموضوع. وهي علاقة مش تمام خالص. لكن هي حاجة ريليتبل جدا في العلاقات. يا بس عشان ده احمد حلمي ودونيا سامير غانم والكوميدي احلى بكتير فا احنا تقبلنا اكس لاوش. اكس لاوش بالنسبة لي فيلم انا اتفرج عليه مليون الف مرة. هبتها بالنسبة لي حتى لو هو ريليتبل. وكنت ساعتها متفرج عليه وانا بجمهوره بتاعه انا كنت مراهقة وبريليتبل ده. بس انا هبتها من ساعتها ما قدرش اتفرج عليه اكتر من مرة. بس منقشة علاقات بالنسبة لي هبتها يكسر. انا استسألها هبتها خلاص يعني بالججب انت على العلاقات مش بالججب انت على الفيلم وبناء وتلقيه كمشاهد. هبتها واحدة. يبدأ اختار هي هبتها طبعا. احب يعني في السياق ده ممكن قبل بس تمام بس يعني في الاجلب يخسر في المنشة الذي بعد. من اقبد؟ اقبدونا الواتس بليز. هبتها. هبتها. oh احبتها المباراة الثالثة لا أعرف كيف أردتها ديكور يقابل أوقات فراغ ديكور طريقة التناول أيضاً فريدة ديكور تناول مختلف وفي حتة في ديكور أحبها بك علاقة بكلمة العلاقات هناك لحظة مهمة جداً وهي عندما كانت هي تعيش بين العالمين اللي هي عايزة وكان فيه تغييب كده وغمامية الدبابية سنة في الحتة دي بين الشخص اللي هي عايزة والشخص اللي هي معاه والإخباطة دي لما الفيلم انتقل من مشكلتها لم يجد كدواني ومش فاكر اسم الشخصية أنا عمري محنسة اسمها مصطفى مصطفى أعلم فاكر اسم الشخصية الآتين خالد شريف مصطفى الصبيب أنا عمري محنسة اسمها لما يحصل طول الفيلم عملتني شيئكو زكات كويسة لما قال لها أنا عمري ما هبقى خالد او هبقى الشخصيات التانية التي تتعلم بها هذه كانت حتة في العلاقة كنت تشعر أنها حتة صحية جداً و حتة صدمة و حتة عطفية و حتة كده كده كنت تشعرها مليانة حاجات كثيرة يعني لحظة تتفك على وقت طويل عندما قرر يأخذ هو كمان مساحة في العلاقة و لا ينسحبه تماماً نرغب أن يأخذ مساحة كبيرة بس من غير ما يدوس عليها و من غير ما يضغط عليها و من غير ما يأخذ مساحة هو بس أنا عمري ما يكون فلان فالقرار عندك هذه حتة في الفيلم دايماً فاكرة حتى لو رأيته من زمان دايماً بتبضل معي هو سينمائياً برضو يعني في حاجة يعني في رأي انه أحمد عبدالله قبلها كل الأفلام اللي عملها سواء ميكروفون فرش و غطى التسلسل ده تحس انه هو في 2014 يعني يحب يدخل في حتة مور كوميرشيل أو حتى كده بس في نفس الوقت برضو عنده استاتيكس مختلفة يعني هو بيدوي سويد مثلاً أعتقد أنه أول عشر دقائق في الفيلم يعني لما بتلفوا الشهة وتلاقيهم تقلب لديكور ده ده لفل الفيلم بعدين هو بيكمل لحد فين بنفس القوة مش مش شرط يكون قوي وحبيت التناص مع الليلة الأخيرة يعني حبيت انه هو كمان رمي على حاجة ليه علاقة بالسينما المصرية والمثال هنا مش مثال الاعتباط يعني مش حطت هو كان بيعمل الليلة الأخيرة ونهر الحب اللي أنا فاكر صحيح آه تقريباً بس الليلة الأخيرة كمان عن فكرة ان صحيت ويعني فاهم اللعباية دي أنا أخذها في طريقة آه بس لسواه مش تفضيلي يعني أنا أفضل أوقات فراغ أكتر أوكي وفي حاجة أوقات فراغ يعني في حاجة كنت تتكلم فيها ورا أن كل عشر سنين بيظهر فيلم بأبطال صغيرين عن شباب صغيرة بيكتشفوا نفسهم وبيكسر الدنيا بس ما بيخرجوا بعد غزايه غير بعض عشر سنين يعني تجد فيلم ثقافي أوقات فراغ الحريفة يعني في حاجة كده تفضل تحصل بس هي واضح أنها يجب تحصل كل عشر سنين أوكي يعني أوقات فراغ بردو كان أنا فاكر أن أنا ده كنت فعلا بقى يعني من التارجد بتاعه في وقته وأنه عمل صوت عمل فتحة في الحيطة يعني بشكل ما بس لو نتكلم على لفل العلاقات في الفيلم حاست أنه كان أكتر عن الحياة الشباب دول وملاقيت نفسهم أكتر من العلاقة التي كانت ممتدة على الفيلم لحد موت الولد والديفالوبمنت في الآخر يستعمل بجرأة شديدة وأعتقد يعني أنا كنت متقبل جدا أن أوقات فراغ يقع في مشاكل كتير يعني وأنا بأتفرج على الفيلم أول مرة أو حتى دلوقتي وأنا بأتفرج عليه أباين أن الموضوع قايم على شباب قاوي على مستوى السيناريو وعلى مستوى التكسيد فأنا متقبل منك اللي هي الراف إدجز اللي هو يعمل إذا ما يكون هان ميت جاب هاخدها على عيبها صراحية هو متقن قاوي كمان كذلك ومحافظ على روح الفلاشمس والصدق رغم الإتقان يعني يعني نحن من شوية قلنا فيه أفلام عملت حاجات حلوة بشخصيات زي السلم والتعبان بس هو الحقيقة مكشوف أنه مستفدش بدوت بعدين لا الفيلم دوت محكم أكثر كمان أعتقد فكرة أنه يعني هو طبعا قدم مجموعة كبيرة من الممثلين يعني فام عمر وإحمد وحتى على مصال وحاتم وكريم أزيك بس في رأيي كمان هو فيلم يعني فيه لذة في مشاهدته جدا عن ديكور ديكور سوفيستيكيتد يعني ديكور بيخطب ليفل تاني نواقات فراغ هو فعلا أيوه جماهيلي جدا فعلا يلا محسوس وبيطلعوا يعملوا أي حاجة وفي الشارع وبيلقط جزء من مصري يعني فاهم صح ممكن ممكن يعني القاهرة آه في الوقت ده مختلف عن القاهرة النهاردة اللي كان ممكن بقاش ممكن واللي مش ممكن بقى ممكن يعني فيه حاجات ممكن فيه حاجات زم أنت بتقول فيه توسيق ثقافي كتير في الفيلم ده برضو للحالة دي للسنة دي متدونة في الفيلم ده السينما بالحاجة الكورة بالحاجات بالعربيات بالجاب احنا كلنا ميلين له وقت فراغ متفقين معنا طيب ناخد مين لاحبا هي اهو بس قبل ما نوصل للكورتر فاينل لأنه هو المتشاط كلها تبقى سفايسي فهو سأل أنتو أو إحنا كلنا مفهود نحكم بأنو مسطرة يعني كل الأفلام من توريخ مختلفة فأنا كتينيجي راحكم كتينيجي فالفكرة بقى فأنتو مفروض كلنا نيس بأنو مسطرة لا 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 مش هتلاقي عندنا أي حاجة مطلقة على الإطلاق هي الفكرة فكرة فعلا ايه هو الارجمنت اللي اتطرح هل الارجمنت دوت لقى أرضية عند الناس اللي بتسمع وعرف يقتنع بيه غيره ويقتنع بيه في نفس الوقت لكن عايز مقييس عادلة ما في الماء ما فيهش لا انا كفاهم من أول ما فيهش مقييس بس هو في كتير قوي هتبقى مغلطات منطقية مثلا يعني احنا نوصل لمرحلة مثلا ان فيلم بيعادي مثلا اللي هو الذكورية وفيلم بيعادي المساوية وهو يلعبه بعض فانت على حسب الجندر بتاعك هتروح معي تين ريدر جرين لا 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 هي مش كده يعني ما ظنش ان احنا بنحسب الفيلم على الفلسفة اللي هو عاوز يقولها والرأي اللي هو عاوز يقوله هي الفكرة لما جيت تطرحه كنت مقنع ولا لا اه تمام يعني انا انا لو انت كنت عملت الموضوع زي ما زي ما جينا شوية على تايمور وشفيقة في اللي هو عمله انت لو كنت بنيله من الاول ان المجتمع ده كده وان الرجل دوت فعلا عنده اسباب انه يتحط في المكانة دي والامور دي كلها خلاص انا ضد اللي انت قلته بس برافو عليك ان اكترحته كده يعني على قال وجد نظرك متماسكة لكن انا من يعني كذا مرة دلوقتي انييجي على فيلم انك عاوز تروح لحتة بس ما عندكش جرقة انك تكملها للاخر اه بس هوا انا ما بحبش كده بقى انا حب ايه يعني وسام ابو علي يعني ايو ما زيو افلام مهراجنات هي افلام كوميرشل فهو لازم حتة هيينزل تحت شوية هدى اللبت بس ايه اللي هدى اللبت باقي شوية ايه اه هي دي افلام تجارية مش افلام مهرجنات فهو في حتة اللزم يهدى فيها مش بكمل استريت للاخر ايه اللي يهدى الي هو في الحته بتاعت الهجندر اكواليتي والهجندر اكواليتي فانا مش فاهم أنا أريد أن نتكلم عنه وننتصر للجندر معين ونحكم الفيلم أظن أصلاً ولا نقيم هو واخد أنهي أجندة في القضية الجندرية نحن نتكلم عن الفيلم بزائقة شخصية ونتكلم عنه فيلم كما لسه حالاً يقول أنه على تساقه بعضه ونجاحه وصنعته وكرافته من الأول إلى آخر، أين كانت رأيه أو أين كما تدور الناس وفيه كفاية أو لأ نذكر هذا أحياناً من نتكلم عن ذلك النقاش، ولكن لا أظن أنهي قلنا عن شكل العلاقة ونتكلم فيها عن الهاتف كان متصق من الذي قال عليه للأول للآخر وهل أهداف كانت لطيفة، وهل أنا جعان بتتنقض مع ذلك أو لا؟ أظن يعني أظن أن هذا الاتجاه أم لا؟ يعني ستجد أمثلة كثيراً، هذه مشكلة دائماً موجودة في دروس التشعر، أنا أعرف أن هذه مشكلة وأريد أن أحفظ عليها مشكلة عمري في حياتي ما أريد أن أصلاحها، أنه سنقض بعض، لأن الفكرة فكرة الارجمنت التي تقال في لحظتها وأنا في رأيي الشخصي هو استقبال السينما كله على بعض وكذا، آآ أنت لو شفت هذا الفيلم وأنت ليس نايم كويس وأنت مطنق وجعك وأنت معرفش مين، ترد جواك مشاعر معينة سلبية إجابية آياً كان غير عادلة، والسينما غير عادلة، بكل مقايزها فنياً أو تجارياً أو غيره، آآ حتى لو أنا فهمتك صح يعني أن ممكن ننقض نفسنا في متشاط دلوقتي وإحنا عاديين، ده أثر جانبي وارث جداً في دروس التاشر ويحصل في كل الوقت أفهمتي تحطت قلصات بعض بالقرع معلم في الموضوع خفيف؟ عايزة أضيف نقطة عشان حسس إنه فكرة المعيارة طرحت كذا مرة، بس أنا أحسس إنه بالنسبة لي أنا شخصية إنه أنا مقدرش يعني أفصل مثلاً ما بين إنه فيلم يعني أنا بالنسبة لي في الآخر الشعور هو الأساس بالنسبة لي في الحركة ناحية الشيء يعني فهم يعني وعشان كده مثلاً ممكن يبقى السلم والتعبان كده، الشعور هو اللي بيزبق في رأيي وهو اللي ممكن يبقى أكتر من الحاجات فهم عن فكرة إنه وخصوصاً الأفلام على فكرة يعني أغلب الستاشر ماشي يعني ومعملين كويس وكده فبرضو دي نقطة تانية إنه بتفاعل مع الفيلم زي ما أنا بتفاعل زي ما أنا برضو رأيي بطريقتي في التفكير بأنا بشوف العالم إزاي بحب ده ولا محبش ده وكل واحد عنده الحرية دي تماماً هل أنت معندكش من حتة دي يا طريق أنك تتفرج على وجهة نظر الموعين الفيلم بيحاول يقدمها؟ تقول أنا مش موافق بس معجب بطريقة التقديم؟ ممكن أنت بتتكلم لو أنا بكتب أو لو أنا بتتكلم؟ لا وتبتفرر لا قصدي يعني وأنا وأنا بعمل والله ما معرفش بسيعة هتفرق برضو على حسب أنا حسيت بإيه؟ يعني أنا أنا شايف إنه مهماً تكلمنا عن فكرة إنه في كتابة موضوعية أحياناً الواحد ممكن في الدرافت الثاني أو الكتابة عموماً يمكن أكتر أقل من الكلام الكلام أنت ممكن تقول أسرع فهم؟ يعني وتطلع حاجات ممكن ترجع فيها الكتابة ممكن تكون منظمة أكتر أو بتعمل درافت واحد ودرافت اثنين وكذا بس في الآخر لو أنا محبتش فيلم وهو أحسن فيلم مكتوب خلاص يعني فهم مش حاول عبر عن ده برضو يعني حاول عبر إنه إتس ويل ميد فهم هبت ده ويل ميد مثلا فهم بس هو مش مش راكب معايا مثلا مش مش حبه فهم وعادي وفي الآخر يعني أنا بحب أفلام يعني فهم أحب فيلم عالقة موت مثلا فهم فتمام يعني فمش هاد مش هاد مش هاد مش هاد أكيد على أي حد في العالم ما كان لازم تقول هالي قوي لما قولنا أنك تجي معنا درس فيلم رائع يعني فعظ لي بس إحنا هنا أوقات فراغ كلنا أظن حالو كلاما لغاية دلوقتي ما اختلفناش وده شيء غريب هل المباراة الجاية حتكون المباراة اللي حنضرب فيها بعض بلبل حيران يقابل إحكي يا شهر زاد الفيلمين دول اتهرسوا تحت قطر الثورة ما خدوش حقهم من الانتشار والحوار والاهتمام والحاجات داية كلها صح؟ يعني بلبل حيران أعتقد اتهرس أكر أحكي يا شهر زاد يعني عاش له حد دا في السينما ممكن طب أنا عندي إدعاء أعوز أخبط بي خط لازق كده أنا كان نفسي إحكي يا شهر زاد كله على بعضه يبقى الحدودة التانية بس محمد رمضان محمد رمضان او بمعنى أدق قد أحب أشوف الحدودة دي في فيلم الوحدة أنا بس غالبا أنا بس اللي قد أحب أشوف الحدودة لا لا معاك معاك فإن الحدودة دي ممكن تكون الأقوى أو الأكثر تماسوكا أو الأكثر كمان درامي أو متحركة بشكل أو فيها بعنصر جذب أقوى بس أظن وجود القصص زي ما كنا بنقول على هبتة بيرفعك لموضوع عدر ما بتبقاش قصة الراجل ده والتلبانات بتبقى قصة يعني لا هم التحديد المزيعة اللي بتحاول تلاقي مواقمات لإرضاء الطموح السياسي لا لديك لير في لير التلات ساة اللي هو برنامج اللي هي بتحاول تطلع من السياسة فبتكتب عن الستات فبقى الموضوع عن قهر المرأة زي ما تقال بوضوح قهر المرأة فحبنشوف أمثلة لده بعكية ما نشوف قهر تاني للمرأة وبعدين بنبدأ نشوف رمزيات تانية عن الصحفة وعلى قطب الصحفة التانية وعلى قطب فهو الليرنج ده لو كان يختزل الفيلم للقصة دي هي قصة جامدة جامعة يعني يحكي على الشرزات كله على بعض وعبارة عن كتالوج علاقات ينتمي للتصنيف دوته معنا والعديوات يجيب في حد ذاتها كتالوج يحكي على النص شبه الرعي والنساء جدا هو أحلم كتير هو يحكي على الشرزات بحس بس أنه يعني يمكن مختلف قوي أنه هنا بقى فهم من العلاقة دي اللي هي متدخلة مع يعني أنه دي علاقات كلها بيحركها الباور بيحركها سواء السلطة أو الفلوس أو ما فيش يعني العلاقات هنا يمكن أحناً تبني أنها جمدة شوية يعني فهم وبرضو أنا بحس أن يحكي يا شهرزات هو وفيها اعتراف أكثر من الاحتياج الفيزيائي شويتين أو الاحتياج الجنسي هو تحسني أن العلاقات عند يعني ممكن على فكرة حتى عند يسري في شغله القديم فهم في المدينة في مرسيديس يبقى دل الفكرة أنه كمان هو قريب قوي لجنينة الأسماك فهم يعني أحب جنينة الأسماك أكثر من إحكاي شهرزات بس حسنه هو بيكمل بقى بيكمل على نفس الحدودة فهم وقت برضو 2009 يعني فهم الدنيا غليان يعني أو مش غليان عطلان فهم عطلان شبه العطلان في كل الستات اللي موجودين في الحواديد فهم والدنيا بتتحرك وكذا بس 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 لا بس يعني أنا أحب عن بلبل حيرون يعني أوكي نتحكي يا شهرزات برضو حسس أننا نتكلم على فكرة طرح قضية مختلفة أو طرحة مختلفة سواء برمزية واضحة أو بتقديم قصص مختلفة أو بتاع حسس أنه هنا ما خدش القرار بتاع أنه يخبط وتراجع حسن نتحكي يا شهرزات كان جريء كفاية أنه يخش الموضوع جداً جداً سواء سياسياً سواء عاطفياً سواء إنسانياً سواء عضية مرحة إجرامياً 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 مع الثيم أو مع الثيمة فأعرف أن العلاقات كلها بتصب في حتة واحدة وبتتعقد أكتر فبتقدر تطرح الموضوع بشكل أغنى بشكل ما سواء هل الفواصل بتاعة البرنامج اللي إحنا قاعدين جواه ما ارتكبتش نفس الزنب اللي ارتكبتها المحضرات في هبتا؟ ارتكبت بس هقول لك الحاجة يعني تعال نشوف يعني تعال نشوف بعين كده تانية أنه الفواصل دي كانت أحياناً بتطرح جانب وبتوريك الشخصية يعني لما تلوح الشخصية اللي بتحكي مثلاً ساوسون بدر شوفت منها لحظة تانية بتحس إن ده إيه اللي حصل للشخصية بعد القصة دي زي يعني مع الفارق بس نفس الشكل الطرح يعني بتاع تولي ديتكتف السيد الأولاني أنك قصة بتتحكي في 2010 وقصة بتتحكي في 2000 وشعف كام بس نفس الشخصية فأنت بتفهم أثر ده على الشخصية يعني فيه إضافة تانية غير إنها طرح إنه ده واحد بيحكي لا يعني انت بشوف اللي بتحكي القصة دي حصل لها أي دلوقتي؟ فيه طبعاً دباجاته بس متضفرة في برنامج يعني على الأقل مت أقول حاجة تانية على البرنامج أنا شايف إنه لأ إنه البرنامج هنا مهم الكذا سبب أولاً هو الفكرة بتاعت إنه يعني هو أولاً تقديم إن هي مزيعة وبتعمل برنامج جداً ده في الوقت ده في 2009 كنت برامج توك شو دي هي البوم جداً وهو في الآخر صحفي يمكن صحفي من الصحافة التقليدية أكتر فهو عايز يصعد يبقى مدير تحرير ومعرفش إيه كلام زي كده دي نقطة بس النقطة التانية إنه فيجوالي لو خدت بالك من كل لقاء وفكرة الهواء وفكرة إنه التلفزيون دايماً اللي قلنا نقف يعني فهم فكرة إنه إلي بتقال وإلي بتطفي وهي نفسها مونة زاكي حتى برغم إن هي بطلة الفيلم هي طول الوقت وعشان كده بيجي الحتة الأخرانين هي بتبقى متفاجأة في النقاية هي طول الوقت برضو بصة بصت إنها هتعمل برنامج برضو يعني بطرقع يعني فهم شبه برامج موجودة في الوقت ده والفكرة برضو إن هي أحياناً كمان أنا حسيت أحياناً إنه ببعض الحاجات بيخليها تبص للستات بجورجمنت أو هي نفسها بجورج بس هي في الآخر لما بتطلع بقى على التلفزيون فهم بتخلع النظارة فاللي هو خلاص يعني فكرة الحاجات مشت إزاي عكس في هبتاً ما عرفش لو شلت المحاضرة فعلاً مفيش حاجة بتتأثر يعني حتى لو ماجد الكتواني هو طبعاً لو من غير ماجد الكتواني كان المحاضرة دي هتبقى حاجة أه سقيفة بس 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 على الأقل البرنامج في رأيي جوة جوة الفيلم ويعني وأعتقد بردو جاية من يعني كان عنده في جنينة الأسماك الراديو التلفزيون يعني الفترة دي سياسية جداً يعني الفترة دي سياسية جداً حتى لو تفتكر الجرائد كل حاجة فحتش هزوء الخلم حلوة في حق أبو البول حيران أنا ممكن سني أصغر شوية فممكن أكون ما ما حسيتش ببريد معينة ناحية فيلم حكي يا شهر زاد بس قادر أريليت قوي البول بول حيران قادر أريليت لفكرة أن أنا ممكن يكون قدامي كذا في نفس الوقت مش فاهم أو مش عارف أنا عايز أي أكتر فأتحط بفكرة أن أنا أشوف المنظور من ناحية دي طب ما شوف من ناحية دي طب لو فكرت فيها المرة دي طب لو فكرت فيها كده ولما بدأت بدي طب ليه شفت ده ولما بدأت بدي ليه شفت ده فشايف ده بشكل يعني مناسب أكتر كذا حد يعني كذا عدد من البشر هيقدر يليلت لي دي حاجة نقطة تانية إن فيلم أحكي يا شهر زاد هو فيلم بينتصر للمرأة زيادة عن اللزوم ما فيش شخصية راجل في فيلم أحكي يا شهر زاد جيدة يعني كل الرجالة ما شاء الله شخصيات زبالة ما فيش حد كويس بس ده مبرر جوا سياق برنامج هو برنامج معمول علشان يروحوا الحالات تعرضت لقاهرة ما بيدوروش على مرأة عادية أنا فاهم ده أنا فاهم ده بس أنا قصدي فكرة أن بولبو الحيران ما حاكمش حد يعني هو بولبو الحيران وراء النزاية زي ممكن ما يحصل مع الراجل زي ممكن يحصل مع الست لأن شخصية الدنيا سامير غنم نفسها أمي سوري أمي سامير غنم نفسها كانت برضو هي لما شافت الموضوع من وجهة نظر وحست طب ما ده حصل معي برضو طب ف فبولبو الحيران ما حاكمش حد على حساب حد بينما احكي يا شهرزاد حتى لو كان هذا السياق بتاعه حتى لو كان هو بيتكلم عن برنامج ولكنه كان بحاكم الراجل بشكل فضيع يعني هذا لا راجعي نغضر الجالة بلني لان جوني مطالب سخنا 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 رابي هو معلش مسأل خير أولاً هو معلش فيما يتحدث عن شهرزاد أنا شايفان منه هو مش بينصر للمرأة ولا هو بيقهر للراجل هو بتكلم عن قبح المجتمع بشكل عام يعني لو شفنا قصة الوزير اللي هو بقى وزير كيف يختار يبقى وزير الحكومة اخترته ازاي رقم واحد اللي هو قصة الأولانية بتاع صفص البدر هيلة جداً يعني كان في حوار ما بينها ما بين أستاذ حسين الإمام الذي أرحمه يعني انت عايدني كذا وكذا 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 انت مقابل تقدمني ايه وهذا موجود على فكرة موجود على الثقافة اللي هو ورسها ملاحة الزكورية اللي عنده أين كان هو الفكرة الفيلم لا يتكلم عن نصف للمرأة وهو يتكلم عن أن فيه في المجتمع معايير الزواجية يتكلم عن قبح المجتمع بشكل حقيقي فأنا شايف هذا وعشان كده أقول الفيلم حكي شارطة من أحلى الأفلام تتعمل بس شكرا أنا بس عاوز يعني عاوزين هو هو مطش غير عادل شويتين بصراحة لأن بول بول حيران في النهاية بيتكلم عن العلاقات وبيتكلم عن حيرة شخص في الارتباط بالبنت اللي معتمد عليه بشكل كامل أو المستقلة بشكل كامل مش حينفها والله علشان وكان ان احنا نحط الأفلام من جنرز مختلفة بالشكل ده بيخلي أحيانا المقارنة وعلى الرغم من ان احنا من شوية كنا بنروح ليحكي يا شهرزاد ونقول انه هو مزا اكستريم قوي في نماذج الرجالة اعتقد دي وجهة النظر اللي هو كان بيتكلم عليه بول بول حيران برضو على فكرة اكستريم قوي في نماذج البنات واحدة مستقلة تماما مش عايزة رأيه في أي حاجة في الدنيا والتاني متعرفش تغير عجلة لوحدها في الشارع أو تعمل تليفون عشان تلحق نفسه وليجننك ان هي كما قالت أنا مقتنعة من وجهة نظرها الاتنين مش غريبين يعني مقدرش اقولك ان لا ده شكل كاركاتوري للرجالة ولا ده شكل كاركاتوري للبنات في النماذج اللي تقدمت هنا والنماذج اللي تقدمت هنا يتهيالي كلنا نتفق ان احنا شفناها في الحياة موجودين فعلا بس يمكن بول بول حيران برضو بيعتمد على أدوات يعني فقدان ذاكرة ومش فقدان ذاكرة أو حاجات بالطريقة ده يتخلي الموضوع يمشي في السكة الخفيفة قوي فلما يجي يوقف في الصالة مختلفة المقارنة مش فير هو يمكن هو ايحكي اشار زاد فيلم يعني فهم بالمعنين يعني حتى مش بس السياسة بس معنى السياسة الأكبر يعني بينما بول بول حيران معرفش انا ما بحسش ان بول بول حيران يعني ماشي فيه شوية تفاصيل تشريقية بس يعني مش عارق صعب صعب مقارنة فيها اه اوكي يتالي كلكم بكله متفق على ايحكي يا شهر زاد ولا في اختلافات لا ماذا؟ طبعا من الأخضر الأخضر ايحكي يا شهر زاد يعني حلو وتمثيل جيد لبول حيران بس لا يتالي تخضيل الوضع صح والمباراة الأخيرة في دور الستاشر أصحاب ولا أعز عن العشق والهواء احنا كان ممكن نسمي دور الستاشر ده دور الستاشر بيتعامونا زكي وكان حتقوم بدفس النتيجة انا مايال من الاول عن العشق والهواء من الاول في وسط كل الحياة يعني فيلم عن العشق والهواء يعني نتكلم انا بحبه شكل شخصي لانه أولا فيه حساسية لطيفة كده في التناول الحياة وفيه طرح الأشكال علاقات يعني تعال نتكلم عن الطرح بتاع ان فيه كذا فرقة فيه كذا نوع من البني أدمين بيلفوا في نفس التيمة في الفيلم يعني فيه مجموعة نقدر نقسمها على ان دول اللي بيفضلوا الاخر على نفسه اللي هم الإخوات الكبار اللي هم طارق وغاد وفيه الناس اللي بيحبوا نفسهم فوق الباقي زي احمد السقه وفيه الناس اللي هتظهر بشكل قبوة في الاخر زي اللي تجوز وفيه اللحبة كده متحصل وطول الوقت عندك البطل الرئيسي اللي هو بيفضل نفسه وعمالي بهد اللي حواليه لحد وفيه اللي عارفة هي عايزة ايه كويس ووزنة لوزنة زي منا وفيه اللي بيحب نفسه فهي فيها مش كتلوق علاقات على قد باتيمة ومتشرحها للاخر حاس ان فيها كده حساسية ما اه ممكن يكون فيه اللاين بتعترق لوت فيه ويحب اخوه صدا من الناس كويس حلو اصلا صدا مش سيء اللعب ده كان فيه حاجة انه تبنى عالم بين الواقع وبين الخالص يعني اتبنى عالم عامل زي البتاعة اللي هي فيها التلج دي انه لما بيعدي من هنا بيعدي من قدام ده ولما البوسترات بتبقى جنب ده وده بيعدي قدام دي فكده كان عالم كده كان فيه حاجة مقصودة البناء عالم ما وانا بحب اي حاجة فيه عالم انه اعرف لما تخرج من السينما تتخدم صوت الشرع فهو ايه ده احنا اللي رجعنا الحقيقة يعني فيه حاجة في الموضوع ده اللي بحبها جدا يعني وطرح الثاني صوري المشاعر تانية غير التروبس اللي بنتكلم عليها زي موال مشل مشل يعني مشل 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 اضاء فتح الفتح الناس بتحس بايه وخلاك تسأله انت بتفرج شوية على زمنه كمان هو فيه لعبة في الزمن والقدر والحركات ومين يحس بايه يعني مختلف هل اللي جاي عن اصحابه العز شوية انه هو نسخة من نسخة من نسخة من نسخة هو طبعا اصحابه العز ده اول كومنت يعني ده 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 فيلم او بس هو في الاخر هو ده معلن في رأيي بس انه ثقافيا ما انا ما حسيتش انه يعني يعني كنت حب انه يجي الادابت يعني كممكن يحصل له ادابشن يحصل حلو فهم لكن يظل جريء وكل حاجة بس في الاخر يعني يعني مفوش حاجة يعني اصلا اتكلم عنه ولا اتكلم عن بيرفكت سترينجرز يعني فهم انا بحب بيرفكت سترينجرز بس انا حسيت انه انه الحاجة الوحية يعني هما ولا هما هما في الاخر لما تدخلوا تدخلوا راحوا شايلين شوية تفاصيل صغيرة كده وخلاص يعني قصدي حتى ما بس فاهم فكرة الفورمات والشيرة وهي فكرة بالنسبة لي في حاجة زي فكرة انه خمسة صحاب ولا سبعة صحاب وفيه فضايح لما انت تقدر تطلع من العلم يعني رغم انه مصراحي جدا انا بحب الجانر جيد بس احس ان الحاجات دي بتحتاج انتنستي قوي انا محسيتش ان هما نجحوا في تحقيق الانتنستي يعني انت مش بتتكلم على ان الرجل فكره هو اللي حدده لا دا العقد هو اللي حدده هو طريقة التوزيع هي اللي حدده فلا انا مش عارف انت كنت بتحول تقول كده وبعدين روحت لا ولا هي الحقيقة هي فكرة الفورمات والنقل والكلام ده ودي فكرة معيبة وقبيحة وسيئة وأتمنى ما تتعلمش هي فكرة حتى انا ما عنديش مشكلة ان اي حد على فكرة يعني اعتقد ان بول بل حيران او اكس لارجو ممكن يكون تخديم من حاجات او كده بس ما عنديش اي ازمة بس اصدي في الاخر ايه بقى الجديد بانا كنت شايف برفيكت سترينجرز يعني فهم ما انا شايف برفيكت سترينجرز مسألت بسكر ان برفيكت سترينجرز برضو هفي حاجة واحدة هو حرق حاجة في المكسبة انه دخل راما كي ورد عملت مشكلة بالتكلم بس هو عمل دي اي نعم انا فيلم كفيلم ورغم اني بحب الفورمات ده جدا اللي هو القوضة ونحبسهم لحد ما حد فيهم يطلع عايش او لا موديولر او فورمليك او هنا لحظة الضغط على الشخصية التي ستقوم باختيار مؤثر ولكن ما لا ساعدش غير عن العشق الهواء رغم انه كان فيه ديرنج في حاجات ممكن تكون صادمة شوية او ملتوية شوية او بتاع بس لا شغل الدنيا وفتح وعمل فتح لناس تانية طريقة افلان تتعمل يعني فهم طبعا عن العشق الهواء يتقدم منشوف الناس اخر المنضمين لدور الستاشهر منشوف الناس يعيش او الهواء احمر احمر يعيش او الهواء اه يميل الكلام فيلمك لسه موجود؟ طبعا فيلمك لسه موجود؟ ام فيلمك لسه موجود فيلمك لسه موجود؟ في حد فيلمه المفضل على الاطلاق خرج؟ اه صح؟ سبادري اوه دور ستاشهر نايم شوية صراحة وشبانك فيه تحس ان هو شبه دور ستاشهر بتاع أمم أوروبا كده اللي هو جورجيا بتلعب البرتغال وسلوفينيا بتلعب مع رشمال حاولنا اظهر كده وش في وش ملك وكتاب نعم نلعب نعم وش في وش انا تيمو وش في وش وش في وش لما بيتشخلف بيتعمل بوس هيتقسم لا هو الأحمر الأحمر أكثر شوية بوس من عندي جدا أحمر وش في وش ايه ده بش اه وش في وش وملك وكتابة هو أخمر لا اه هو هنا دول وهنا انا 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 ملك وكتابة اه ليه ليه لانه ما معرفش أولا يعني يعني امكن تفضيل شخصي ليه علاقة بالفولوينج الوان كاركتر من محمود حميدر اوكي 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 بس هو مش مش على طول كده لا هو محمود حميدر وهندي صابري مين لي يعني خالد ابو النجا بيظهر بريف لي اه بس برضو تحس ان هي حتا فيها كسر شوية يعني ان تصور ان كاملة كانت تفضل ان هي تعمل الفيلم دوت كله من منظور محمود حميدر اه طبعا بس احنا جينا في حتا معينة بس هو انا بقول لك معشان كده الفي او بيثبت ان الفيلم ده هو عن محمود حميدر وده بقى مدايقني اكثر كمان انه تجي في حتا معينة وتتمرد ليه لان انا عاوس حواري دول ما بين الشخصيتين دول اوكي مش عارف انا بالنسبة لي ملك وكتابة احس انه وش في وش مخلص للعالم انا دي نقطة اقطافك معك بربانة شجرة وفضل ملتزم بيها مهما قابلت صعوبات حاول يحلها زي بظبط انا ايه اللي هيخليهم يتحبسوا ليه لكاملة هقدم لك حل اشتري ما تشتريهوش بس اقدمتلك حل لكن ما كسرتش انا حاسس انه انه انا ملك وكتابة فيلم القاومة انا بحبه جدا وكل حاجة اتقل وش في وش مع بعضه وصل الانتانستي في اللحظات بالنسبة لي وسأل اسئلة في العلاقات اعتقد انها اه اه وش في وش دولا اكتر للعلاقات وفي علاقات متشابهة وش في وش صح وش في وش وش الأحمر السلم والتعبان وصهر الليال خلصها. اريد يا احضر يا هليني هنا خلص. صهر اللي يالي. صهر اللي. انت اي رأيك اطر? لا لا. عشان يعني ما نبادره. صهر. يا مهرج احضر يا مهرج. هممكن نسأل اللي قاله السلم والتعباد اللي? فيه فيه? ده تنمر انا حاسب ريح التنمر. انا عاونط على بقى اللي عجبك بقى. عاون عاون. عاون. عاون يا دخلها من اللي اختاروا السلم والتعباد? مين مين كان كتب السلم؟ مين كان قيل السلم والتعباء؟ ده تراجع فرق، عايز تقولي؟ من حقك عادي أنا أقلية وفاهم سنجي لك مايك هم طبعاً الاثنين فيلمين حلوين بس طبعاً صار لالي أشمل وأكبر في العلاقات وأزدق أشعر لالي فيه ناس كتير يعني ممتاز فهو عشان علاقاته أكبر وناسه أكثر وأزدق يعني أزدق بكتير من السلم والتعباء على الرغم من السلم والتعباء بحبه جداً بط بس صار لالي بالنسباتي طيب هبتة وأوقات فراغ أوقات فراغ أوقات فراغ هبتة شكراً الناس بتختار أوقات فراغ صح؟ أخضر أوقات فراغ أنا مش فاهم أوقات فراغ أخضر صح؟ هم ماشيين كده أوقات فراغ صح؟ أوقات فراغ أنا أوقات فراغ أوقات فراغ خسرتك شوية احكي يا شهرزاد وعن العشق والهوى عن العشق والهوى احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد الناس احكي يا شهرزاد لا 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 يا إنت شامن فيه رحة الدم والعرق خويل أخضر خبصة يعني علشان اللي أربعة من النهائين يبقوا عن العلاقات بجد أعتقد أحكي يا شهرزاد مش هينفع أنا أحطوا في أيكم برد هي وعن العشق والهوى عن علاقات أكتر بكتير من أحكي يا شهرزاد أحكي يا شهرزاد فيه تيمة يعني فيه علاقات بكتير بس هي تيمة لا أحكي يا شهرزاد ماشي بس هو نقطة الإنطلاق بتاعته دايما العلاقة ومشرحها كويس حتى لو كان الرسالة في الأخير سياسية سلطوية بشكل رمزي ليس بشكل عاطفي أو بشكل رمزي عاطفي لكن يغلب عليه رمزي بس هو إيه في أبعاد الجانب العاطفي حصه مش مخدوم كويس في حكي تشهرزاد يعني أمتى تحس من السيناريو والنط العلاقة وجري للرسالة في اللحظات اللي فيها مباشرة في اللحظات النقاش اللي كانت بين الصحفي والصحفية أو الإعلامية في اللحظات اللي بشرح لها اللمبة بتعمل إيه واللمبة بتطفي منين وانتي لازم بتعمل إيه بس فيه بينهم رأسة أو إحتياجة عاطفي لازم يعملون فهنا دي كانت أشبه بالمسرحية بتشرح حاجة مش عن العشق الهواء كان عامل عشق الهواء اللي هو الزجاج يا جماعة أنا فيلم عن العشق الهواء يعني احكي يا شهرزاد ممكن يقولك أنا فيلم عن محافظ رمضان يعني أنا برضو بعمل نفس الغلطة تانية أنا مجرد العالم كله ومركز في الحدوطة مع محمد رمضان وثلاث إخوان أنا بحب الفيلمين بس لو منكلم في اللطاقة العلاقات عامل عشق الهواء ما حلم نكلم عن الأفلام عاطفية يعني أنك كان هنا حالك العلاقات ممكن يكون فيها ضرب وحرق ودم طبعاً مئة في المئة طبعاً إيه يلا طبعاً حسب الانتفاق الطرفين طيب نسمع من عبد الرحمن عشان عبد الرحمن الصحبي يا جماعة بنتهى البساطة نسمع من النهام معايير النزاهة مذهلة نزاهة مين؟ الرجل سأل سؤال حلوه قالك فدل مقاييس وقالت له مقاييس 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 صحابي اللي هيتكلمها من قرعة يا معلم ده بيت كندر ده وأنا أريد أن أدفع عن إحكاة يا شهرزاد بصراحة لأنه أنا في رأيي ما أقول لكم صاحبي؟ جورج بيتكلم في حتة المباشرة في إحكاة يا شهرزاد أنا أرى أن هذا أكثر فيلم استفاد من أن وحيد حامد يشتغل مع يسري نصر الله لا يشتغل مع إناموت خالف الفيلم ويخرجوا الشريف عرفة كان زمان هم بيولعها في مثلا القرية كلها طلعت وكلنا مستنين نتخل كل الأفلام هي أفلام حلوة لكن هي تبقى حلوة لما توصل للمستوى أنها تخطبنا كلنا تخطب المجتمع في الإرهاب والكباب مجمع التحرير في ناس في إرهابيين الناس قامت الصبح كلها مصر عندها مشكلة فعايزين نحلها لا أنا شايف أن يسري نصر الله خد الفيلم بالطوم أنه يبقى فعلا كل علاقة قادرة أنها تتكلم عن العلاقة قادرة أنها لا تبقى رسالة كما يقول جورج بارد هو فيلم رسالة وفيلم سياسي لكن هو حاول أن العلاقات التي بجد أن تستشعر مشاكل العلاقات يعني العلاقة الثالثة مثلا أحبها جدا محمود حميدة ودكتورة السنان العلاقة دي أشهر حاجة فيها أنه إزاي في الآخر بقى وزير المفروض دي أنا متخنف دا اللاين اللي وحيد حامد عايز يقوله أصلا من القصة أنا أحلى حاجة شفتها في العلاقة دي هو إيه اللي وصل أصلا البنت دي أنها توافق على علاقة بالشكل ده الموضوع ليس إنه محمود حميدة وإنه كاريزماتيك وإنه لا أنها تتحدث في الأول هي في وضعها إيه وسنها بقى عامل إزاي أمامتها بتضغط عليها إزاي والمجتمع بيضغط عليها إزاي فهو بروفايل شخصية في عالم العلاقات أصلا مش مخدوم تمام ومش موجود تمام العلاقة اللي في النص طبعا هي أشهرهم أريد أن أقل أيضا بما أنني أحاول أن أدافع ونحاول أن نرى أنهي فيلمي فيه مميزة أكتر أتحدث يا شهر الزيت كمان فيه شغل إخراج تحفى العلاقة اللي في النص الطبعات محمد رمضان المشهد الذي أكتشف فيه أن محمد رمضان أرطس الثلاثة أوم صاحب الثلاثة هذا مشهد إخراجيا جبار أنا كل شوية يتكلم مع حد ومهدم يلف أنا شغل كاميرا لا أفهم في هذه الأشياء ومهدم شغل كاميرا تحفى ومهدم شغل كاميرا لا أحد يتكلمه وكل ذلك نحن نتكلم في محل دي وفجأة تظهر دي أنا متخيل أنه يتكلم رحاب الجمل لا أجد أن يتكلم الثانية أصلا وكل واحدة تقول حاجة بتون صوت أنت مش قادر تميزه هو أنهي واحدة من الثلاثة مش تون صوتها تون الكلام اللي هي بتقوله منطقها ايه أصلا يعني حتى الشخصيات أنا بتعرف عليهم شخصياتهم الثلاثة اللي هم شخصيات غنية ومختلفة أنا بتعرف عليهم من علاقتهم مع محمد رمضان وكلامهم معي وكل واحدة شايف علاقتها المفروض معي يحصل فيها كل واحدة اهتمامتها بعرفها من هذا فإخراجيا كمان الفيلم حتى الفواصل البيخة بتاعة البرنامج واللي فيها شئم المباشرة مثل قصة الأولانية اللي هي مباشرة أكتر من اللازم لا أعتقدش أن ياسيان يوسر نصر لا أحل فيها ونحن لازم نقعد على التربيزة وتقول لي كده وأقولك كده هتوقف وحتتكلم وحتتحرك وحتقعد عاوز أدير بس سريعاً إن إحكي يا شهر الزاد في حاجة إنجماتك قوي إن ده أفضل دور لحسن الرداد على الإطلاق وفي رأيي شخصي أفضل دور لمحمد رمضان على الإطلاق وأفضل دور لمحمد رمضان على الإطلاق فأنا يعني تيم إحكي يا شهر الزاد عن العشق والهوى اللي هو أنا بحبه برضو بس فيه تحتفى زيادة وفيه صدف كتير موت أنا أحس إنه ما ينفعش يحصل كده في أي حتة في الدنيا ما ينفعش نزدي عايز أقول حاجة على فئة عبشرة لا لا كده معنا وروح على المونة الزاكة في الآخر في نفس الحاجة مش يمكن يكون بيحصل كله فرحاب لا وتعدي الناحية التالية لا 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 وتعدي الناحية التالية نلاقي على الشمال إنه يمجدي كامل يتقلب بهم لا فعلاً موضوع الصودوف ده يعني بيحصل مثلا إنه مثلا باست لايفز عشرين كان السنة اللي فات التقريباً هو حرفياً نفس الألعاب القدرية والصدف ومعرف شيء طبعاً يعني كان وقتهم كده تحس إنه يعني هو يعني هو لا بس هو في صدف كتير عشان نوصل لل يعني حتى أنا بالنسبالي شوية خرجتني من عبر الرحمن نسي بالحديدة عبر صح نسمع من الأستاذبع بس معرفة السنة اللي فات التالية هم الفيلمين حلوين هوي الاثنين بس أحكي أشعر ذات في الآخر يعني في الآخر يعني في الآخر إن كان العلاقة أو القصة أو يعني كانت هو في طبع سياسي في الموضوع سواء حتى قصة محمد رمضان أو حتى بتاعت الوزير هو الفيلم كله في الآخر ممكن أن تصنف له فيلم له طبع سياسي أكتر من أنه يتكلم عن العلاقات إنما عن الإشو والهوى فيه كمية علاقات كتير جداً الأخ بخوصة أطار لطفي و أحمد السقا و أطار لطفي بيحب مراته وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يأخذ إستيبل إنه أساساً تحب أخوه وهو علاقته أصلاً بالإكس بتاعته مونة زاكي في نفس الوقت اللي فيه بشرة وفي نفس الوقت اللي فيه مننا شلبي و اللي هو محتار شوية العلاقة المستحيلة بين مجد كامل تحصل مع مونة زاكي لأن أساساً هو شمام أو هي أن كان مخضرات أو كده وهي يلاقي الطريق ثاني خالص فهو لو نتكلم مثلاً عن العلاقات عن العيش والهو في علاقات كتير قوي كومبيليكياتي و كل حاجة لكننا مش بنتكلم على أي فيلم بتاع علاقات أكتر ما هو ماشي يعني أنا لو حتى الجانب بتاعي اللي ليه دعوة بأنك بتتناول علاقات أهلك للاي مدية فالجودة هي اللي بتحكم بقى دلوقتي أو وطبعاً الجودة شيء نسبي أنا مش بقول أن أنا بشكل مطلق بقول أن اللي أحكي يا شهر زاد فيلمة أجود مش دار لأنا بقوله خالص بس مش فكرة أن أنا عامدي علاقات أكتر وأتكلمت عن علاقات كتير قوي وعيطت كتير قوي إذاً فأنا بتاع علاقات أكتر إذاً فأنا لا أكسب بس أنا ليش أقول هوا علاقات كونيكتد كلها كلهم بالزبط إنما التاني كل حاجة الواحدية يعني مثلاً قصة محمد رمضان والتلاب بنات دي الواحدية في نفس الوقت أنت مخدتش دبث جامد قوي في الأعلاقات دي أنت بتخلصها بسرعة أنت مش عايز فيلم يطول منك قوي اللي أنت لو خدت مثلاً ساعة في كل قصة ففيلم يطول جامد في الله نخلص وأنتوا روحوا البلد وأنا هقتله واخلص عليه والكلام ده كله كذلك في لديك مش الوزير أنا سكنا عليه ولكن أعاوز الفيلم كله يبقى عمي بزرق 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 بالأierno год في ساء anche فى الأخذة خلص فيلم لو سنتصناه كعلاقات ليش هيقي الجيد في الأول انا شايف انهم متوصلين ببعض جدا من حتة انهم في الاخر عايشين في نفس المكان وفكرة الحركة بتاعت السلطة والفلوس ما بين بتحرك الناس يعني في العلاقات فكرة الحبكة الارضية التي تقول ان الفيلم كان فيه قرار تخلص من ذلك تماما يعني انه مش ده موضوعنا وان الموضوع طالع بمنطق رومانسي بشكل كبير من الاول لحد اخر الفيلم بتاعت بوستراته الموضوع مش حتى في مشهد في النص هو بيقعد في حتة بيتخانق مع منا وتلعب بيانو في نفس المكان الدنيا عاطفية يعني مش 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 حبكة بتاعت المثدس فين خلص يعني ولكن الشيء الثاني هو النقطة التي فاتت نظر لها إذا أضعنا شهرزاد قدام عن العشق والهواء وهم طبعاً في سكتين مختلفين لسه كان حد يتكلم في توق الصبح عن هذه النقطة في الأفلام القصيرة إنت إمتى تسيب الحدث وتمشي أو إمتى القصة تقفل إن الحداث تكمل للآخر أظن أننا نسيب القصة ونمشي عندما نأخذ المعنى الرمزي أو نأخذ المعنى الأقرب للسياسي أول ما نأخذ المعنى من القصة من الحركة إنما عن العشق كان هناك إخلاص للتيما الآخر بتاعة السعادة الشخصية أو تضحية يعني عندك مجد كامل اللي ضحى بنفسه خالص عشان واحدة لا تحبوه بصوبة أحبة عندك الأخت اللي ضحى بنفسها لحد ما لقيت فرصة عندك الأخ اللي ضحى بس ينقذ أخوه عندك أحمد السأل اللي يختار نفسه طوالوق بس الفيلم اتسق والتسق بالتيما دي بالعلاقات دي لآخرهم الخطوط قفلت خطوط العلاقات الخطوط بتاع إحكي يا شهرزاد حك بداية كويس لأنه حطت عند الرسالة اللي البرنامج اللي احنا قاعدين فيه عاوز يخدها فطالما وصلها وصلت الخط اللي انا عاوزه لأنه لازم أقفل الحدودتك كبيرة بتقفل بروغرامة اسماتهم معلومات يا جماعة أنا تيم إحكي يا شهرزاد نحتاجين النظام أنت المنظام؟ مين في التماثب؟ قل له ليها نحكي يا شهرزاد أخضر لا احكي أنا ما نفعج؟ كنت أحدي إحكي يا شهرزاد أحمر وأنا عيشه لهو أخضر أنت علي ما أقول لهو خلاص مصمم أنا أعكي يا شهرزاد لا أعكي يا شهرزاد ومش بناخد برأيكم. دخل لأ. لا الفوت عندنا مية في المية الله ده بكتب. لا لا ما فيها يا تنمي. عظيمة. نصف النهائي. وش في وش وصهر الايالي. اوقات فراغ و احكي يا شهر زيت. استنى بقى. واعتقد انهم عاوزين يخلوا القاعة في نفس الوقت. طيب يا رئيس اه. صهر الايالي واحد كشر زيت. انا صهر الايالي واوقات فراغ. انتم بتفوتوا الاتنين في نفس الوقت. لا انا ما اخترتك بتقول اللي عاوزين يخلقها. صهر الايالي واحد كده. صهر الايالي. والله لو حد يشجعني انا ممكن اعملها. والله ممكن اعملها. صعبة. ما نشغل الاغنية بتاعت وشي في وشي. ماشي صهر الايالي في النهائي او اضفر اغو الله يحكي يا شهر ازالي. او اضفر اغو. عايزين عايزين تاخدوها من الجمهور? اه طبعا. ناخدها ناخدها عمياني من الجمهور? ماشي. ماشي. جاهد. طيب فين الالوان? الالوان مش طلعة? عشان احنا اتحركنا بسرعة معلش. ايه دي الراجل وقته? اختارنا الالوان? ماشي. طيب ايه احكي يا شهر. وصلت? لا. طيب احكي يا شهر ازالي اخضر اوقات فراغ احمر. شكرا. احمر? شكرا. اوقات فراغ مكتسح. شكرا. 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 اوقات فراغ مكتسح. اه. اه. انافز? اه. اوقات فراغ للنهار. اوقات فراغ وصهر الليالي. اوقات فراغ. اوقات فراغ ممنشستر سيتي. احنا اوقات فراغ. اقال تغيبا. اوقات فراغ لكي اتاح. نشغل. مقتنعين? ما فيش خيوة? عايز تدفع عن فيلمك مفضل? انا انا لا. هو السؤال هو مين فيلمي المفضل? عاوزين تشوفوا مين كان صار اللي قال يا جماعة هو اللي تكسب معنا. كنت كاتب ايه بقى? العشق اللي هوا بينك وسين هي بتاعة. انا كنت كاتب يحكي يا شارزة. ده جرس المروح بتاعنا يا معا كلنا. الف شكر لكم جميعا. اتمنى تكونوا انبساطوا واستمتعتوا بالمناشة دي. قد والله يناوردونا. الف شكر جهور جديد. الف شكر كاري. يا رب انتبالت تكونوا انبساطوا يناوردونا. انارهغم يناوردونا.